اشتركوا في القناة النقطة رقم 6 ليتأهل الى دور الستاشر احنا ليه مبسوطين وليه فرحانين مبسوطين كلنا كمصريين وفرحانين الحقيقة لانه هذه المباراة كانت بالنسبة لنا زي هي اللي هتخلينا نعرف هو ده مستوى فريقنا ولا لا هل يستطيع منتخب مصر الصعود الى دور الستاشر وبعد كده يكمل لدور التمانية ودور الاربعة والدور النهائي الحقيقة مباراة جيدة النهاردة ليست بالمباراة السيئة وليست بالمباراة الرائعة كالعادة يعني المستوى المتوسط اللي ماشي بيه منتخبنا الوطني اول مباراة كانت سيئة جدا خلينا ما نتكلمش عن اول مباراة الحقيقة المنتخب النهاردة تاني مباراة افضل شوية النهاردة خلينا نعتبرها افضل ولو سنة بسيطة جدا جدا نقدر نبني عليها خلال المرحلة اللي جاية لان المرحلة اللي جاية مرحلة صعبة مرحلة خروج المغلوب دائما هتبقى هي المرحلة الاصعب تدائم من يوم السابت او يوم الحد القادم لغاية يوم الاربع ان شاء الله هتبقى اي حد هيتغلب هيطلع برا البطولة على طول اي حد هيتغلب اي منتخب يعني هيتغلب هيتطلع برا البطولة على طول وبالتالي هتبقى المباريات اللي جاية صعبة جدا 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 مش هنستحمل ان احنا نشوف فيها محمد صلاح مثلا اللي هو افضل لاعب في العالم من وجهة النظر واحد من افضل اللاعبين او واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في العالم يكون بمستوى سيء او لا يظهر بمستوى جيد في المباريات القادمة يعني لو محمد لعب زي ما لعب النهاردة هيبقى عندنا مشكلة لانه زي ما حضراتكم شايفين النهاردة في ظل خط دفاع سهل ان انت تلعب عليه الحقيقة محمد كان بعيد جدا جدا عن مستوى محمد صلاح كان بعيد جدا جدا عن مستوى في هذه المباراة محمد مصطفى محمد يمكن اه ولكن بزل مجهود اكبر شوية واكتر شوية بالنسبة لعمر مرموش انا بحقيقة لغاية دلوقتي شايف ان عمر عنده افضل من كده مليون مرة مليون مرة على المستوى اللي احنا بتشوفه بلعب به مع شتود جرد الحقيقة لا عنده افضل من كده مليون مرة مصطفى محمد الحقيقة كل الكرات اللي بتجيله بيتصرف فيها بشكل او باخر محمد صراحة زي ما قلت لحضراتكم ولكن انا عندي ثقة كبيرة جدا في هؤلاء اللاعبين بشان الواحد كل الشعب المصري عارفين ان احنا اول ما هنخش في المراحل الحاسمة ان شاء الله منتخبنا يظهر بشكل اخر وبشكل مغير ثلاث ماتشات دول عمالين نجيبها يمين ونجيبها شمال ونقول يا عم بطل تأليف وبطل بتاعه ولكن برضو مصمم كارلوس كيروش ان هو معرفش يعني ايه الفكرة في ان عبدالله السعيد يلعب وينجليفت انا مش فهمه يعني ما تلعب عايز لعب عبدالله السعيد ما عندناش لعب عبدالله السعيد ولكن لعبه في مكانه ما تلعبوش وينجليفت ما حدش هيستفيد ولا هو بيستفيد ولا احنا بنستفيد كمصريين بالعكس احنا دمنا بيتحرق يعني احنا دمنا بيتحرق انا معرفش ايه الفكرة في وجود عبدالله السعيد في الحتة اللي هو بيلعب فيها دي انا مش عارف اسميها ايه مش عارف اسميها وينجليفت ولا هافليفت ولا مش عارف اسميها ايه الحقيقة ايه الفكرة في ان هو يبقى موجود ما حدش عارف ما حدش عارف في العالم أو في مصر كلها غير كارلوس كيروش بس أنا أعتقد أن الجهاز المعاون اللي معا مش عارفين أنه هو إيه فكرة أن عبدالله يلعب في هذا المكان أنا الحقيقة الناس كلها عملا تقول حتى أنا قلت كده المطش اللي فات أن عبدالله يعني ما كانش كويس المطش اللي فات هو مش مكانه أن الحقايم عبدالله السعيد إزاي وهو مش بيلعب في مكانه وده نفس الكلام اللي بنقوله دايما على اللعيب اللي ما بيلعبش مكانه أكسبنا واحد صفر وكسبنا وعملنا وبتاع لكن في النهاية يعني ما ينفعش كده يا جماعة ما ينفعش يعني الرجل الحقيقة يعني كارلوس كيروش زي ما بقول لحضراتكم بيحاول ما تفهمش يعني بيحاول أنه يعكن علينا أو هو فيه في دماغه حاجة ما هو أكيد فيه في دماغه حاجة أنا هاعتبر أنه ده هو اللي بيحصل أن الرجل ده فيه في دماغه حاجة فخلاص يا عم إسلام يعني خلاص يا مصريين بقى هو فيه في دماغي حاجة وبكسب هقول ايه لكن عبدالله يلعب في المكان ده ليه من قلة الناس اللي بتلعب في المكان ده يعني ده زيزو نزل زي الفل ما كانش وحش كان كويس وبتقيق لزيزو نزل محبط لانه ما لعبش من اول المباراة لانه ده حقه بصراحة انه يلعب من اول المباراة رمضان صبحي لعب رمضان صبحي في المكان ده او لعب رمضان صبحي وينجليفت وحط اي حد جوه شوي حاجات الحقيقة غريبة جدا انا معرفش الحقيقة برضو تحس انه في الاخر برضو لما لوحد يجي يقعد يفكر مع نفسه كده ما هو ما فيش مدير فني عايز يخسر ما فيش مدير فني عايز يوصل مش عايز يوصل للمباراة النهائية وياخد بطولة تحسب ليه فاكيد هو عنده فكرة بس نفسي يعرف يشرح لنا الفكرة بتاعت عبدالله ايه مش ان عبدالله يلعب يلعب عبدالله واحد من اجمد اللعيبة اللي دايما بنتكلم فيها لكن يعني ما بيلعبش وينجليفت والله والله ما بيلعب وحيات ربنا ما بيلعب وينجليفت والله العظيم تلاتة ما بيلعب ناحت شمال عبدالله بيلعب في العمق كده ورقم عشرة يعني ممكن تلعبه في اي حتة غير الحتة دي طب لعب وينجريت يا اخي يعني جرب حاجات الواحد بيشوفها غريبة جدا غريبة جدا ومش عارف الحقيقة هو ليه بيحصل كده ليه كده يعني تحس ان احنا دايما كل مطش بنلعب بسم الله الرحمن الرحيم وعلى حسب بقى المستوى مش كويس دي كرة قدم يعني مش ال 11 بيبقوا كويسين ولا ال 11 حيبقوا حشين النهاردة محمد صلاح خارج الفورمة طيب وبعدين عمر مرموش خارج الفورمة بقى له 3 مطشاط عمر مرموش خارج الفورمة مصطفى محمد يعني ما عقول مش عايز اقول ان هو خارج الفورمة عمر السلية انني حد شاف انني النهاردة هو بيلعب في وسط الملعب ففي حاجات ما عرفش لكن هي في الاخر هي وجهات نظر وكل مدير فني له مدرسته وكل مدير فني له وجهة نظره بيحاول يطبقها طالما بيكسب احنا بنحاول نساعد انا نفس اشوف منتخبنا الوطني في دور ال 16 بيلعب الجزائر بيلعب غينيا بيلعب كودفور ابقى وانا قاعد متطمن ان هو حيكسب وعندك الامكانية ان ده يحصل يعني عندك الامكانية ان ده يحصل انني مش كويس يقعد انني لغات لما يبقى كويس وعندك حمد فتح يلعب او عندك مهند لاشين يلعب عشان محدش يقول ان انا بتكلم على قناة القليل بيبقى بتكلم على حمد فتح لا لعب بس هو طبعا الافضل حمد فتح لكن اللي احنا بنشوفه ده الحقيقة برضو حاجة تحرق الدم يا جماعة اكسبنا واوصلنا لدور الستاشر اه فرحنين واو مبسوطين بس ده طبيعي يعني منتخب مصر يصل الى دور الستاشر ده خبر طبيعي تلاقيه في اي جورنال او في اي موقع ان منتخب مصر يصل الى دور الستاشر مبسوطين وفرحنين اه مبسوطين وفرحنين بس ده طبيعي ما اتعملش انجاز يعني ولو منتخب مصر وصل للمباراة النهائية اه مهدت من الطبيعي جدا لان مصر دائما من المنتخبات المرشحة بلاش من اول خمس منتخبات مرشحة للفوس بهذه البطولة ممكن مصر رقم ثلاثة او اربعة او خمسة ماشي دايما في كل البطولات كده فما فيش مفاجآت في اللي بيحصل فانا الحقيقة والمنتخب السوداني منتخب جيد ومنتخب رائع ومنتخب شباب ومنتخب كذا واخوات وكل حاجة ولكن من الناحية الفنية انت تستطيع ان تفوز على المنتخب السوداني عادي خالص عادي خالص هتقول لي ما انت كنت مبارح بتقول صعب دايما يعني اي مباراة انا بشوفها صعبة لغاية بعد نهايتها انا كده لازم اموت نفسي والنهاردة يعني النهاردة مثلا عمر كمال اقل من المباراة السابقة طبيعي ما فيش مشكلة ولكن مش اقل قوي يعني محمد صلاح النهاردة اقل قوي 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 من المباراة السابقة كرة ما بيش عارف يوقفها الملعب واضح ان هو سيء شوية مش عارف يستلم الكرة ما تفهمش محمد النهاردة الحقيقة مش مركز قوي في المطش يعني الله يكون فعونه طبعا بعد ما كان من المفترض هو يبقى يعني دباست دي الجايزة المفروض اللي تخليه يصل الى قمة مستوى ويجد هذه العنصرية انا هسميها عنصرية الحقيقة في عدم اختيار محمد صلاح الافضل بلاش الافضل ماشي ليفا يستحق ان هو يكون الافضل علشان اللي عمله مع فريقه والبطولات اللي اخدها مع فريقه ولكن ازاي ما يكونش في التشكيل المثالي يعني لاعب من افضل رقم تلاتة في العالم ما يبقاش افضل لاعب ما يبقاش قصدي في التشكيل المثالي حاجات غريبة جدا اللي واحد بيشوفها من دي افضل حارس مرمى في العالم لكن في التشكيل المثالي قاعد احتياطي لدونا روما حاجات الواحد بيشوفها في الاتحاد الدولي تقعد وبعدين ايه ما هو ده اللي موجود وهو ده اللي عندنا ودروب باكوف والحيط بقى شوفوا عايزين تعمله ايه ده هي حتى منطقيا ما تنفعش يعني انا عندي ليه فاندوفيسكي وبعدين ميسي وبعدين محمد صلاح ومحمد صلاح اللي هو بينافست الاتنين دول او هو رقم تلاتة مش موجود في التشكيل المثالي يعني بجد ممكن يكون محبط من هذا الامر او لكن المطش اللي جاي مش هيستحمل ان احنا نكون ان محمد يكون محبط الحقيقة مش هيستحمل ان مستر كيروش يلعب عبدالله سعيد وينجليفت او يعني تحت ال مش عارف اسميها ايه مش حقيقة ماشي فربنا يكرمنا ان شاء الله والدنيا تمشي والامور تمشي لغاية لما نشوف مين هنلاعب بين المطش اللي جاي هو ده هو ده اللي اللي هنشوفه وهو ده اللي هننتظره بكرا ان شاء الله وبعده حيبان حنلعب مع مين حنلعب مع بكرا ان شاء الله حيبان حنلعب مع الجزائر ولا مع غينيا ولا مع كوديفور ولا مع سيراليون بكرا حيبان كل حاجة وساعتها اعتقد ان كارلوس كيروش سهل ان هو هشوف على الاقل التلات مباريات اللي لعبها اي منتخب من هذه المنتخبات ويبني عليه خطته خلال الفترة اللي جاي يعني نيجيريا اول منتخب بالمناسبة نيجيريا النهاردة وصل لرقم للنقطة رقم تسعة ووصل للعلامة الكاملة وانا الحقيقة يعني زي ما قلت لحضراتكم مش سعيد قوي بالمستوى الفني لهذه البطولة ولكن في النهاية اسمها بطولة امم افريقيا من المفترض بقى ان احنا من بكرا او يعني ابتداء من يوم السبت اللي جاي هنقعد نستمتع بفرق دور اللي بتلعب في دور الستاشر هو ده اللي احنا مستنين وهو ده اللي احنا دايما يعني لعبت الكرة او يعني المحلين او اللي بيشتغلوا في المجال الرياضي في كرة القدم اللي يوم مستنين مثل هذه البطولات عشان يتفرجوا على تاكتج جديد لعب يظهر بشكل او باخر نشوف التاكتج اللي بتلعب بالمتخبات المختلفة بيبقى ايه المتخب السنغالي تخيل حضرتك ان المتخب السنغالي سعد الى دور الستاشر بهدف من ركل الجزاء في الديئة خمسة وتسعين ما جابش غيره ما جابش غيره فماشي خلينا نقول ان مثل هذه الادوار دور الاثنين وتلاتين ده بيبقى والدور التمهيدي ده بيبقى دور المهمة جمع نقطة ووصل لدور الستاشر طب يلا بقى فرجونا من دور الستاشر حيحصل ايه خلينا نشوف اللي حيحصل في دور الستاشر معظم المنتخبات العربية ان شاء الله حيكون لها دور يعني انا متأكد ان المنتخب الجزائري سيصل الى الدور التالي او دور الستاشر لانه يعني برضو لازم يبقى المنتخب الجزائري موجوده هو منتخب قوي جدا ولا يستحق الخروج من هذه البطولة الحقيقة المنتخب الجزائري عشان كده خلينا ننتظر ونشوف ايه اللي حيحصل بكرة واللي حيحصل فيه بقية المباريات مع منتخبنا مع المنتخبات المختلفة يمكن ان شاء الله ربنا يكرمنا ونشوف بطولة جيد نفس طرق اللعب اللعيبة بتكريش مش بتكلم على منتخب وط المصري بس انا بتكلم على منتخبات البطولة بالكامل تلاقي اللعيبة الكرة جايلو يعملها كده ويقف انت بتفرجوا على ساديو مانيه هو بيلعب هو ده ساديو مانيه بتاع ليفر بول يعني محمد صلاح على الاقل بيجري يعني بيجري من شوية مش ده ساديو مانيه مش ده مندي حتى بتاع حارس مارما السنغال الاحسن حارس في العالم مش ده حكيمي حتى حكيمي اشرف حكيمي مع انه جاب جن رائع جدا حارس او باكيمين منتخب المغرب مش هو ده محمد صلاح مش هو ده مش هما دول مش هما دول خلص طبعا البيئة مختلفة الملاعب مختلفة جو مختلف كل حاجة مختلفة ولكن في النهاية احنا هننتظر هؤلاء النجوم الكبار جدا في كل منتخبات افريقيا ان شاء الله ان احنا نشوفهم في دور الستاشر لانه الحقيقة نفسنا نتفرج على حاجة جديدة تاكتج جديد كرة بتتلعب يعني انا مثلا لما تيجي تقول لي لو اخترت افضل هدف في هذه البطولة هقولك هدف منتخب التونس الثالث في موريتانيا هتقول لي ليه هقولك هو طبعا مش هينفع نزيعه لانه ده حقوق حصرية لالبيني سبورت لكن انا بتكلم على الهدف الوان سلي اللي اتعمل جوه منطقة الجزاء كرة لعبت فوتها يا سين راحت للعب التاني حطها له مرة تانية حطها جون جون حلو جون فيه تاكتج فيه كرة بتتلعب فيه كرة تتبسط منها فهو ده اللي احنا دايما عايزين نتكلم فيه هو ده اللي احنا عايزين لكن بقى مش كل ماتش مستنين سادي ومانيه هيعمل ايه ما نلاقيش سادي ومانيه مستنين رياض محرز هيعمل ايه ما نلاقيش رياض محرز مستنين محمد صلاح هيعمل ايه نلاقيه مش هو مستنين مين هيبقى ايه مش هما طب وبعدين مفروض إن ابتداء من دور الستاشر إن شاء الله نتفرج على بطولة جيدة ألف مبروك لمتخبنا الوطني الطبيعي إن إحنا نصل لدور الستاشر مش حاجة يعني الأفضل أو الطبيعي إن إحنا نصل إلى دور الستاشر هنتفرج بقى إيه اللي هيحصل في دور الستاشر لأنه هنشوف إيه اللي هيحصل النهاردة بالمناسبة النجم أحمد حجازي خد في مباراة منتخب مصر أمام المنتخب السوداني يستحق الحقيقة المباركة سهلة جدا سواء من حجازي من مجموعة المدافعين النهاردة أيمن أشرف أنا شايفه بزل مجهود كبير جدا جدا عمر كمال يعني أقل من المباراة السابقة عموما كل التوفيق لمنتخبنا خلال الفترة اللي جاية فترة صعبة فترة مهمة ما نشوف إيه اللي هيحصل في هذا الأمر يا رب منتخبنا إن شاء الله نستطيع أن يصل إلى نهائي هذه البطولة إن شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب هذه البطولة خلينا رؤي مع حضراتكم الموضوع تاني وموضوع أنا الحقيقة كلمتي فيه مرارا وتكرارا كلمتي فيه كتير قوي خلال السنة اللي فاتت دي هو فيه حاجة في الدنيا أو فيه فرقة في الدنيا ما فيهاش اتنين لعيبة بيتنرفزوا على بعض طبيعي جدا على فكرة إن أنا 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 واحد مثلا مثلا يعني أنا بقول مثلا واحد ما بيلعبش وعايز يلعب أو واحد رجع من إصابة أو واحد رجع من تعب أو واحد رجع من كورونا أو واحد رجع من كذا والتاني نفس الكلام والاتنين عايزين يبينوا للمدارب أنهم يلعبوا فده بيخش جامد وده بيخش جامد الاتنين أيمين متنرفزين وبيزقوا في بعض وبيعملوا في بعض على فكرة هل ده طبيعي؟ والله العظيم تلاتة أقسم بالله طبيعي وكان بيحصل مع أنا بس ما بحبش أستشهد بجيل حضراتكم كلكم بتحبوا لأنه كنت موجود في هذا فأنا ما بحبش أستشهد بهذا الكلام ولكن والله العظيم كان بتحصل عادي جدا لو أتنين يزقوا في بعض ويعملوا في بعض وشعرف إيه يتدخل مدير الكرة يخلص الموضوع وهم الاتنين بره للملعب عادي جدا يسلموا على بعض ويقفوا مع بعضه أنا بتكلم على إيه؟ بتكلم على قصة ياسر إبراهيم ووليد سليمان من المبلح للنهاردة ما حسسيني أن يعني في حرب بتحصل الناس ما حسساني بكده كل برنامج من حق أنه هو يكتهد ويقول اللي هو عايزه طبعا أنا ما عنديش مشكلة لكن هل ده طبيعي يا جماعة؟ آه طبيعي طبيعي جدا كلنا كلعيبة كرة ياما كلنا عملنا كده في بعض وياما زمايالنا واللي جاي والجيل ده والجيل اللي بعده والأجيال القادمة لأن كرة القدم هي كده ده لعبة تنافسية ما بين اتنين يعني أنا في الآخر أنا مثلا أنا بلعب باكرايت وبتمرن في الباكليفت الباكليفت اللي بلعب عليه أنا رقصته أم جاي خبطني وأنا كنت تعرف أنه أنا رما رقصه هعمل أوفر حلو مثلا عشان المداري بيشوفني ويلعبني فحابة عيمة نرفز يا عم بقى ما تزوقش ما تعملش بتاع هل ده طبيعي؟ والله العظيم طبيعي والله يا جماعة ده يعني أنا طب ما أنا ممكن أقول لكم بيحصل في نادي الفلاني كذا والنادي العلاني كذا والنادي ده بيحصل أنا مال يعني أولا أنا مالي أنا مالي ما بحبش أتكلم في هذه الأمور ولكن لأن أنا شفت الحاجات دي طبعا كل اللي بيتكلم في هذا الأمر هو عمره ملاقي بكرة ولا يعرف في يعني الناس اللي بتتكلم وأنا آسف أن أنا بقول كل الكلمة دي كل شوية لأنه صدقوني اللي لعب كرة حيفهم الكلام اللي أنا بقوله أفضل كتير جدا من حد ما لعبش هو اللي بيتكلم بيتكلم إعلاميا أو مهنيا إنه هو ده خبر صحفي فأنا أقوله ما عنديش مشكلة طبعا ده منتهى المهنية ومنتهى صعب ما عنديش مشكلة ولكن لو في لو لعبت فعلا كرة صدقني هتلاقي الأمر مختلف تماما وهنا لا بتكلمش على حد أنا بتكلم عموما بشكل عام عشان ما حدش يقول لي أصلي أنت بتكلم لا بتكلمش على حد أنا ما بجأتكلم على حد بقول لكن أنا بتكلم بشكل عام فاللي بيحصل إنه ما بين ياسر ووليد أنا حتى ما بصت يعني أنا ما بصتش للخبر لما جالي ما بصتش للخبر لأنه طبيعي كل يوم على فكرة ممكن يكون فيه اتنين تمرينة خفيفة واحد خبط في واحد طلع قال لي ده كلمتين وده قال لي ده كلمتين وتدخل مدير الكرة في هذا الأمر وخلاص إذا شاف إن يخصم يخصم إذا شاف إن إسلام هو اللي أخطأ فيخصم من إسلام إذا شاف إن محمد هو اللي أخطأ يخصم من محمد ده طبيعي جدا بتحصل يعني هو حضراتكو بتلعبوش خماسي وإنتو بتلعبوش خماسي بتعملوش كده ببعض وإنتو صحاب وإخوات وكل حاجة بتحصل جدا وطبيعية جدا فأنا الحقيقة دايما بحب إن أنا أو ما بحبش أتكلم في مثل هذا الأمر تحديدا يعني من المبارح للنهاردة كل الناس عم بلا تقول لي يا كابتل إسلام أخينا الله حصلت ما بين ياسر إبراهيم وأه وليد سليمان والله حصل الحكاية والرواية يا جماعة ما فيش حاجة والله طبيعي بيحصل أنا معلقتش على الموضوع ده مبارح لإنه طبيعي بيحصل في حد تاني أو تلات أربع برامج تانية أو تلات أربع مواقع تانية اتكلموا عن هذا الأمر حقهم أنا مش قصدي حاجة والله بس أنا بقول ومهنيا وصحفيا عشرة على عشرة لكن أنا بتكلم أنا بالنسبة لي الموضوع مش حقده غير كده إن أنا شايف اتنين بيعايزين نلعبه بيموته نفسهم عشان نلعبه فقاموا تنرفزه على بعض زي ما قلت لحضراتكم لو مدير الكرة شايف إن هم أخطأوا أو حد فيهم أخطأ حيتخصم من اللي أخطأ وخلاص وشكرا هي دي الكرة على فكرة الكرة مش ماشية إن ما فيش حد يجي جنب حده ومحدش يلمس حده مش هي دي فعشان كده أنا بقول لحضراتكم ناس كتيرة بتبعتلي تقول لي يا إسلام أنت ما ردتش ما تكلمتش يا جماعة والله هي ما محتاج أرد ولا محتاج أتكلف مثل هذه الأمور أنا بس اتكلمت فيها النهاردة لإن أنا حسيت إن الموضوع لما جالي ميسجز كتير في هذا الأمر اتكلمت حبيت أوري لحضراتكم إن ده يا جماعة طبيعي وبيحصل مش في النادي الأهلي بس بيحصل في كل أندية العالم هل ده بيحصل في ريال مدريد وبرشلونة من كم يوم حصل أتذكر إن أنا قاريت الخبر حقول لحضراتكم فين دلوقتي لما أبصوا في التليفون حقول لحضراتكم فين مين اتخانق مع بنزيمة على ما أتذكر مش عارف كان فين ما كانش حاجة قريبة يعني عشان ريال مدريد فأنا الموضوع بالنسبة لي إن أنا بشوفه في حتة كتيرة جدا وللعب كرة مرة تانية حيفهم الكلام اللي أنا بقوله ده وإنت متنرفز وعايز تلعب ممكن تعمل أي حاجة وتقوم تقول كلمتين تعمل مشدة مع زميلك أو حاجة وخلص الموضوع بينتهي بس هو ده الموضوع التاني اللي أنا كنت عايز أتكلم فيه مع حضراتكم طيب برضو خلينا نروح لأخبارنا النهاردة وأخبار البيت الكبير زي ما قلت لحضراتكم النهاردة عندي تلات أجزاء في هذه الحلقة الحقيقة الجزء الأول هيكون مع النجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن والنجم الكبير الكابتن أحمد بلال حنحل المباراة منتخبنا الوطني مع منتخب سودان ونشوف إلا هيحصل من وجهة نظرهم أيضا في الجزء الأخير هيكون معايا أحمد الحنفي وإيشو الاتنين هيقولوا برضو الإحصائيات الخاصة بهذه المباراة بالمباراة وبالبطولة حتى الآن وكلام فيما يخص البطولة الأفريقية والنادي الأهلي دائما ما بين الفقرة دي والفقرة دي الفقرة اللي حضراتكم دايما بتبقوا مستنينها فقرة من سيكون المتسابق التالت إن شاء الله هيطلع يتفرج على مباراة النادي الأهلي ونادي منتيري المكسيكي أولى مباراة كأس العالم للأندية زي ما دايما وعدنا حضراتكم كل يوم أربع بيكون عندنا أو خلال الإسبوع السابق كان عندنا سؤال قلنا لحضراتكم حضراتكم دايما بتبعثوا الإجابات سواء الإجابة الأولى أو الثانية أو الثالثة على 1795 أي رسالة حضراتكم عايزين تبعثوها بالمناسبة اللي عايز يبعد لغاية دلوقتي يبعد بنستقبل كل رسائل 1795 أو تتكلم من أي تليفون محمول على 1795 أيضا أو من أي تليفون أرضي على 0900 9500 إذا حطيت الإجابة الصحيحة إن شاء الله قد تكون سعيد الحظ في الصفر لمشاهدة مباراة النادي الأهلي ونادي منتيري المكسيكي أولى مباراة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية وريني يا ساميل السؤال كان إيه طيب ما هو أفضل مركز حققه ده طبعا السؤال القديم النهاردة إن شاء الله بعد اختيار الفائز هيكون معنا السؤال الجديد لكن ما هو أفضل مركز حققه فريق الأهلي في كأس العالم للأندية الإجابة رقم واحد الأول الإجابة رقم اثنين الثاني الإجابة رقم تلاتة الثالث دي الثلاث إجابات حالياك هتقولي إما الإجابة رقم واحد دي إما الإجابة رقم اثنيني إما الإجابة رقم تلاتة وتبعد زي ما قلت لكم على سبعتاشر خمسة وتسعين أي رسالة أو تتكلم من أي تليفون محمول على سبعتاشر أيضا خمسة وتسعين أو من أي خط أرضي على صفر تسعمائة تسعة خمسمائة يلا مستنين حضراتكم تبعد هلنا وبعد أعتقد ساعة من دلوقتي هيكون معانا الفائز التالت اللي هيسافر معانا إن شاء الله إلى الإمارات العربية لمشاهدة مباراة النادي الأهلي ضد منتيري المكسيكي طيب أخبارنا النهاردة أخبار البيت الكبير النادي الأهلي الأهلي النهاردة راحة سلبية قبل الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب أيضاً موسماني بيطلب من معاوني تقريراً مفصلاً عن المقاولون العرب وأكرم توفيق بيعلن جاهزيته لجراحة الصليبي بصورة مع طبيب الأهلي زي ما سمعنا مبارح كابتن أكرم توفيق وهو بيطمننا جميعاً على إن شاء الله أنه يكون كويس والحمد لله ناس كتيرة يعني كلمتني بتشكر البيت الكبير قلت له يا جماعة والله ده طبيعي ده طبيعي إن أنا بحاول كل مرة إن أنا طب منكم على الناس اللي أنتم بتحبوها أو اللعبة اللي حضراتكم دايماً بتحبوهم بنحاول إنهم يكونوا دايماً معنا وزي ما حضراتكم شايفين صورة أكرم توفيق مبارح الحياة كان في الشرقية وكلمنا وقال لك هون جاهز جاهز إن شاء الله دائماً يا أكرم والحمد لله إن احنا تطميننا علي مبارح ويعني إن شاء الله يرجع لنا في أقرب فرصة أهلي يطمئن على علي معلول في فندق العز اللي بعد إصابته بكرونه هنعمل إيه؟ علي معلول أصيب بكرون هيقعد أسبوع هيقعد عشرة أيام على حسب ونشوف يعني علي مش هيلعب المباريات القادمة أو المباراة القادمة أو المباراتين القادمتين على الأقل يعني مع المنتخب التونسي وبالتالي المنتخب التونسي حيفتقد علي معلول إن شاء الله يرجع ويقوم بالسلامة ويبقى زي الفل النجم الكبير علي معلول كابتن محمد معروف حكماً لمباراة سيراليون وغينيا الاستوائية كابتن محمد أو لجنة الاتحاد الحكام بالاتحاد الإفريقي أعلنت عن حكام مباراة سيراليون أمام غينيا الاستوائية بختام منافسات المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون في ملعب لمبي ستاديم في السادسة مساء بتوقيت القاهرة طاقم مصري يضم كل من محمد معروف ويعاونه كل من كابتن محمود أبو رجال وكابتن أحمد حسام طه مساعد ثاني والكابتن محمود البنة حكماً رابعاً والكابتن محمود عشور حكماً فيديو والكابتن أحمد الغندور حكماً للفيديو مساعد وإستوائيلون طبعاً طبعاً أنا بس أسقف لأنه أخيراً شفنا طاقم مصري كامل إن شاء الله هذا الطاقم المصري يسير بالمباراة إلى بر الأمان سعيد جداً بأن أنا باعتبر أن منتخب مصر بيلعب وباعتبر أن أيضاً منتخب مصر مرة تانية ولكن من الحكام يعني الحقيقة الواحد بيبقى سعيد من جوه هتقول لي عم أنت بتنتقدهم أيوة بنتقدهم أو أنا بنتقدهم لمصلحتي أبنتقدهم للمصلحة العامة زي ما حضراتكم شايفين كابتن محمد معروفة تمنى له يا رب كل التوفيق كابتن محمود عشورة تمنى له يا رب كل التوفيق بأنه وبن بعد هنا لما يجوا نبقى نقول ده بيعمل إيه وده بيعمل وإيه الأخطاء اللي بعملوه بنقولها لكن بكرة إن شاء الله نتمنى لهم يا رب كل التوفيق بكرة إن شاء الله إقامة أربع مباريات بكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون سادسة مبارتين كل من سنة اليوم مع غينيا وكودفور مع الجزائر مباراة صعبة وقوية جدا جدا المجموعة دي اللي حيكسب حيطلع ويلعب مصر أما يلعب مالي مع موريتانيا وجنبيا مع تونس في التسعة مساء بمنافسات المجموعة السادسة دي كانت المجموعة الخمسة اللي فيها الجزائر إن شاء الله المجموعة دي حنشوف مين اللي حيكسب ويلعب منتخبنا الوطني نهاردة زي ما قلت لحضراتكم برح وأنا بتكلم معاكم قلتلكم بالنسبة لي إن خروج المنتخب الغني ده حاجة غريبة جدا البلاك ستارز مش موجودين في دور الست عشر الحكومة الغانية تحقق في الخروج المهين لمنتخبها الأول من كأس الأمم الأفريقية دعت وزارة الشباب والرياضة الغانية إلى اجتماع طارق مع اتحاد الغاني لكرة القدم بعد خروج البلاك السوداء أو البلاك ستارز مبكرا من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرا غانا خسرت مباراتها الأخيرة في دور المجموعات أم جزر القمر تلاتة اتنين لتخرج من البطولة بعد خسارة قائدة أندريو آيو ببطاقة حمراء لتسجل غانا واحدة من أسوأ عرضها في تاريخ البطولة بعد خروجها من دور المجموعة نقطة وحيدة من ثلاث مباريات تعدلت بها مع الجابون وبالتالي المنتخب الغاني خارج كأس الأمم الأفريقية يعني ما أنا بقول لحضراتكم هذه البطولة هي بطولة المفاجاة بالحقيقة الخبر ده برضو عقوبة القمة قمة السلة قرر اتحاد كرة السلة توقيع عقوبة مالية على كل من الثناء أحمد ياسر لاعب الزمالك وعمر عزب لاعب الأهلي على خلفية أحداث مباراة القمة التي انتهت بفوز الأحمر 86-85 وأوسط لجنة المسابقات بتوقيع عقوبة على اللاعبين واعتمادها من مجلس الإدارة الاتحاد المصري لكرة السلة طبعا برئاس دكتور مجد أبو فريخة وجاءت أركاد تالي تغريم أحمد ياسر عبدالوهاب لاعب الزمالك مبلغ 20 ألف جنيه تغريم عمر عزب لاعب النادي الأهلي يبلغ 10 ألف جنيه الحقيقة أنا لا أدافع عن حد أخطأ بس كاميرا كتوضحة أنا الحقيقة ما أعرفش عمر عزب هل عمر عمل حاجة ولا ما عملش اللي أنا شفته واللي مصر كلها شافته إن أحمد ياسر عبدالوهاب حتى أنا ما اتكلمتش لو حضراتكم تتذكروا يوم المباراة الأول مباراة يوم مباراة الإسماعيلي كان الصبح والقضية بالليل كانت مهيب بيحط التالتة التلات نقط في السلة بس أنا ما اتكلمتش لأن اللي أنا شفته المنظر اللي أنا شفته إن لاعب نادي الزمالك حضراتكم شفته عمل إيه أحمد ياسر عبدالوهاب لكن هل عمر عزب عمل حاجة أنا ما شفتش خلص إن عمر عزب حاجة وبعدين ما هو حتى لو عمل ما هو عمل رد فعلي لأمور أخرى مع إن أنا ما شفتش إنه هو عمل حاجة عشان بس ما حدش يقول إن انت قلت إن هو عمل يعني أنا ما شفتش إن عمر عزب عمل أي حاجة ولا هي حاجة توازنية بمعنى إن انت عايز تدي للاعب الزمالك حاجة فدي اللعب الأهلي نصه وكده عشان إيه الدنيا تمشي يعني والجمهورين ما حدش يتكلم هنا وما حدش يتكلم هنا كنوع من الاحتواء اللي إحنا بنشوفه خلال هذه الفترة واحتواء في كرة القدم واحتواء في كرة السلة أنا مش فاهم الحقيقة أنا الحقيقة مش فاهم هو يعني تقبلنا وقعدنا نقول يا جماعة وكنا فرحانين بولدنا في مباراة الإسماعيلي أو أخواتنا الصغيرين في مباراة الإسماعيلي وهم بيؤدوا وبيعملوا على الرغم من إن كل في ناس ما بيشجعوش النادي الأهلي الحقيقة عملوا أو طلعوا تكلموا وقالوا يعني ضربة الجزاء مش شخص للجزاء وناس تانية قالت أصله مش عارف مين وإنت عندك باهر المحمدي كان أستحق أنه ويأخذ كارت أحمر ركل الجزاء صحيحة مية في المية وسكتنا وعدنا هنا احتواء وهنا احتواء في كل حتة في احتواء يا نظرية التوازن دي خلاص يا جماعة لو لعب من النادي الأهلي أنا بقوله لو لعب من النادي الأهلي أخطأ من فضل حضرتك عقبه ولكن لو لعب من النادي أخطأ من فضل حضرتك عقبه مش ما تعبليش توازن ما بين الفريقين لمجرد أن أنت تراضي من الاتنين فالحقيقة أنا مستغرب جدا خلينا ننتظر إيه اللي حيحصل في هذا الأمر لكن في النهاية هي دي العقوبات اللي صدرت من الاتحاد المصري لكرة السلة ألف سلامة طبعا لوزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي كان عنده كورونا من مبارح الحقيقة عرفنا أنه عنده نتيجة المسحة النهاردة الصبح طلعت إيجابية وبالتالي ألف سلامة لدكتور أشرف صبحي وإن شاء الله يقوم بالسلامة ويرجع الوزارة ونشوفه قريب إن شاء الله دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة طيب دي كانت أخبارنا خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل الأول من هذه الحلقة النجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن والنجم الكبير الكابتن أحمد بلال في ضيافة البيت الكبير عشان نشوف رأيهم فيما حدث اليوم وما هو قادر بعد الفاصل كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن أحمد بلال أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرى حبد يوفي ونجمنا الكبار النجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن إزاي كابتن عادل أيضاً النجم الكبير كابتن أحمد بلالة كابتن عدل هو داخل الحقيقة كنا احنا على الهوى وهو ايه يا إسلام يندع علي كنت عازي خش وأسلم عليك أولاً طبعاً مبسوطين وسعداء بمباراة منتخبنا الوطني وصعودنا لدول الستاشر خلينا النهاردة نتكلم بنوع من التفاؤل شوية بمأن بلال ما بيقولش أي حاجة فيها تفاؤل وانت يا كابتن عادل برضو بني وبينك لكن خلينا طبعاً براحتكم لكن في الآخر أن أنت تتأهل قاضة طبيعة يا كابتن عادل ولكن الأداء أفضل من مباراة نيجيريا مش أفضل من مباراة نيجيريا يعني بالك يعني الحمد لله أن إحنا في مجموعة سهلة نبدأ الحوار بك إنما أنك ما روحتش مجموعة فيها فرقتين ممكن يضيقوك يعني زي نيجيريا تضح لي الفترة اللي فاتت دي أو مع كروش أن المنتخب مع المنتخبات الكبيرة مش هيقدر عليها من وجهة نظر يعني نيجيريا حسيت أن إحنا يعني مصر منتخب كبير مصر سبع بطولات أفريقية حسيت أن إحنا لسا في الليفل الثاني يعني هم في الليفل الأول ما هي حقيقة؟ هم في الليفل الأول وإحنا في الثاني؟ لا نجيريا يعني آه أوكي لكن نيجيريا طول عمرنا حتى هم في الأول ولا في الثاني إحنا أقوية على الفرقة الأفريقية كلها مزبوط مزبوط أسأل بقى هو برضو منتخب نيجيريا والمنتخب الوحيد في البطولة اللي خدت تسع نقاط آه ومنتخب نيجيريا هو مش بعيد عننا يعني هو أحشال الفرقة كلها سهلة أعمل أسكو بقى هو الخامس منتخب نيجيريا هو الخامس وإحنا السادس مزبوط وإحنا خدنا السادس عشان ما لعبناش مباراة ودية عشان الناس ما تروحش إنه نيجيريا فرقة قوية نيجيريا بتمر بأصعب فتراتها أصعب فتراتها برغم أنها أخذت ثلاث بطولات لكن ليس دي نجيريا بتاعتها 94 أبس مش نجيريا 94 المرعبة نجيريا 98 المرعبة لكن خلينا نتكلم على أن الحمد لله أننا كنا في مجموعة في المتناول بالنسبة لظروفنا في الوقت الحالي بالنسبة مع المجموعة في المتناول رغم أننا هنروح بعد كده طريقنا رايح مجموعة صعبة طريقنا رايح طريق مغرب وكاميرون وترتيبة المباراة وكانت الجزائر بس أفتكر أن الجزائر مش عايزة أقابلها دلوقتي فممكن تطلع تاني فنبعد عنها نبعد عن المباراة القوية في الوقت الحالي بس كود ديفوار برضو فريق قوي قوي جدا وعندهم لعبة على مستوى عالي جدا وعندهم هدفين بشكل كبير جدا وفريق منظم جدا جدا أنا أرى من أقوى الفرع اللي في البطولة الحقيقة والمجموعة نفسها مجموعة صعبة مش سهلة يعني المجموعة نفسها من أربع منتخبات جدا يعني أنا متوقع أن السيرليون بكرة هتكسب غينيا يعني منطق المنطق بيقول كده في مصدية آه كرة القدم فيها حاجات كتير لكن ده المنطق معهم الجزائر وغينيا اللي كسبت الجزائر وكود ديفوار مجموعة صعبة جدا 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 تمام مقارنة طبعا بمجموعة منتخب مصر يعني أنا بشوفني المجموعة الأسهل في البطول يعني السودان يعني فرق شباب آه منتخب شباب يعني فرق بتكون نفسها يعني لسه برضو يعني معندهاش الخبرات الكبيرة لعبة سنة صغير عملوا جيم قدام مصر مش مش وحش النهاردة غينيا برضو غينيا فرقة برضو يعني إمكانياتها قليلة وفرقة مش مصنفة نية تسعد أو تروح في حتة بعيدة المنتخب المصر الحمد لله احنا محظوظين الحمد لله نحن وقعنا زي ما قال كابتنا عادل في المجموعة دي مفهاش غير نيجيريا انت كمان رجعت الثقة نيجيريا او في الفبرال الفتتحية نية تكسبك وتعمل على الجيم كويس قوي خليتها تخش بشكل كويس في البطولة تكسب الماتش اللي بعدي ونهاردة كمان بتكسب بتأكد امكانياتها وتأكد قدراتها وتصنف نفسها وتحط نفسها أو بتثبت نفسها مع المصنفين يعني إحنا قبل البطولة بنقول مصر وقال نيجيريا مين فينا هيروح للتصنيف الأول وكنا بنتمنى ان نحنا نروح على حساب نيجيريا التصنيف الأول كزاير تونس اعتقد هما دول الفرق المرشحة ان هي كمان توصل لأبعض نقطة في البطول فكودي بورنا فرقة كبيرة فرقة محترمة وفرقة عمدام وقودات وعندها سرعة كبيرة جدا قابلة من سرعة وقوية مزبوط انت مشكلتك لما بتلاعب الفرقة اللي عندها سرعات تمام لما بتلاعب فرقة زي المغرب فرقة عندها سرعات عالية جدا جدا عندهم تحول سريع انت سمعت المعلق المباراة المغرب الأخيرة اللي تعادلوا فيها اتنين اتنين قال لك احنا غير مؤهلين تماما ان احنا ناخد البطول لا عاوزيني اعدوا كده خطو خطو لا المغرب من أفضل العناصر اللعبة عند جميع العيبات تخيل ان انا ما تفرقتش على المغرب غير مثلا نص ساعة من أول مش عارف ليه كل حاجة عندهم منضبطة عندهم نمط جثماني علي قوي لعيبة محترفين على الأعلى مستوى مهارة عالية جدا بس انا عاوز ارجع على بلالف حتة بتاعة مجموعة الجزائر هي مجموعة الجزائر مجموعة قوية ولكن اللي قرب المسافات ما بين الفرق أرضية الملعب يمكن من أسوأ الملعب اللي بيتكاف لانهما احنا شفنا امبارح المنتخب الجزائري والمنتخب ساحل العاج قدموا اعتراض على الملعب في أرضية الملعب هي دي هي دي انت عارف انه دائما شمال أفريقيا لما بيجي لعب الفرق الأفريقية لما انت بتبعد بمهارتك عنهم لانك انت بتلعب في ملعب كويس يعني انت لو لعبتهم مثلا في الملعب اللي كانت زي البطولة العربية كانوا بيلعب في البطولة العربية هتلاقي الجزائر بشكل آخر وهتلعب مع الفرق دي بشكل آخر طبعا لكن ده قرب المسافات ما بينهم لانه اللي بيدافع محتاج ملعب سيئ اللي بيهاجم محتاج ملعب كويس فعلشان كده قربت المسافات لكن لكن أرجع بقى الفرقة المغرب فرقة المغرب من أفضل الفرق اللي فيها ثلاث خطوط من أقوى ثلاث خطوط بطولة طبعا يعني عندهم أشرف حكيمي كبقرة عندهم سردباكين نمط جسماني بيعرفوا يطلعوا يلعبوا دماغهم عندهم خبرات كبيرة يكفي يكفي أن فيه أكتر من من لاعب في المغرب أنت لو شفت السرعات بتاعتهم وال تحول بسرعة رغيبة من دفاع للهجوم ومن الهجوم للدفاع لأنهم بيلعبوا في أعلى مع أن تخربت هناك نقدك أتفضل هي حتة بس المغرب طول عمرهم روحهم إزاي روح جزائر تونس جزائر مصر روحهم أقل شوية ليه لأن اللعيبة دي كلها إحنا كنا زمان لو 2006 لو تفتكر فكانت لعيبة المنتخب المصري أو 98 أول ما تخلص البطولة هيعيش في وسط المصريين في وسط البلد لكن دولا ما بيروحوش ويخرج برعا على طول فهو ما عندوش الحتة وبعدين من البطولة دي يشتغلوا بصورة وعندهم مدرب أول مرة يشوف مدرب مغربي على انتقادات غريبة جدا عشان هو شرس لأن المنتخب المغربي زي المنتخب الغاني أكتر منتخبين كانوا في أفريقيا كلهم اللعيبة اللي بتتحكم في المدرب من زمان حتى المنتخب الغاني ولاد عبيدي بليه هم اللي يقول ان المنتخب غانا يخرج عنده بنت واحد عشان هم محتلين محتلين انت عارف اخر فترة كان بيلعب سمو جيان وكان أكتر من لعيب كانوا محتلين المنتخب لأنهم ما عندهم ش إدارة الشرس يعني يعني بص غانا برضو فرقة مش يعني ملهاش أنياب في الوقت الحالي عارف انت الفرقة الفريقية بتعمل ها كابتن بيجي لها وقت البيك بتاعها تخل لها 34 سنين بعدين تنزل زي السنين جنزل 98 وبالزبط وبعدين ترجع بعدها فترة كبيرة تروح زي ونيجيريا برضو نيجيريا فترة بعيدة عشان دال الاتحادات ما عندهم ش الحتة بتاعت التنظيم اللي ابعد زي مصر مثلا احنا لو اكلمنا على مصر طول عمرنا نعرف نلعب البطولات المجمعة ما تعرف تلعب المطشات اللي على بعد لانك ما بتعرف تحضر لو حضرت كويس هتلعب بنفس امكانيات البطولات المجمعة لكن البطولات المجمعة بتبقى موجود جوا القتيل اللي عيبة نفسها روحها العالية اللي لما نفسها هو ده اللي بيحصل انك انت بتقدر تعمل بطولة كويس لكن لو اضبط يعني مثلا انا بخاف يعني المطشين بتعقس العالم يعني انا اتمنى اتمنى ان في الوقت الحالي يعني احنا كنا كل المصرين بيتمنوا ان نقع مع نيجيريا صح دلوقت عاوز تبعد عنها مكان النورة اللي فاتت ان احنا كنا نتمنى قبل البطولة ندور على واحدة من الخمسة فقولنا نيجيريا النهاردة احنا نبعد عنها يعني نفسنا نبعد بس عاوز تبعد عن الجزائر وعن المغرب وعن السنغال وعن تبعد لها مين وعن تبعد لها الجزائر والمغرب والسنغال وتونس وتونس نعمل نيجيريا نتمنى نوصل من غير ما نعمل مشكلة اللي انت اللي وصلك كده مين اللي وصلك انك انت توصل للدرجة دي اداءك الباهت في البطولة العربية واحد اتنين اداءك الباهت في المطشاة المطشاة بتاعك اقول لك يا كابتن انا وجهة نظري ها معرفش انتوا معي ولا لأ في الموضوع ده مباراة نيجيريا لو كنا عملنا مباراة مباراة نيجيريا بشكل كويس كان الموضوع بالنسبة للعيبة وكلاك رح يختلف وجهة نظر بس اقول لك الحاجة انت جالك فرصة انك تعمل مباراة غنية افضل بكتير صح غنية طبعا يعني لو استثنينا نيجيريا وقلنا نهاية فرقة كبيرة فانت جالك الفرصة وانحنا بس البداية كانت في الكلام ايه كابتن عايد قال لك الخل فوق نيجيريا احنا احنا انت لو كنت برضو كسبت نيجيريا على او تعادلت بمستوى جيد صح صح او حتى اتغلبت بشكل كويس هي البداية دايما فكنت حتشوف ماتش غنية كويس وحتشوف ماتش السودان افضل اخد بالك او اتغلبت بشكل كويس او اتغلبت حتى ممكن اخد بالك يعني الجزارة اتغلبت من غنية حد اللي اتفرج على الماتش لا تمانية واحد ماتش انا دخلت على المواقع بتأليف جمال بالماتش دخلت على المواقع الجزائرية بعد الماتش لا مش يعني ما كانوش بينتقدوا جامد بينتقدوا طبعا وبتاع بس منش اللي هو الجزائر لا المواقع الجزائرية لما الصحف الجزائرية وبعدين عندهم دايما انخلاف مع جمال بالماتش فبيستنولوا على اي حاجة صح طبعا هو كمان وصل لمنحلة من المراحل للغرور شوية. أقول لك عايزين أن تسأل كاس العالة. لا بدليل أنه. أو الله أقبل الجدولة. لأ بدليل. عنده لعيبة عنده خلاف معها. ولعيبة مهمة جدا. يعني سعيد بالرحمة. حد يقعده في منتقب الجزائر. لا هو زي. أنت قلت أن إحنا لو كنا دخلنا مطش نجيريا. كنا هنعمل أداء كويس. أنا موافقك تماما. ولكن عمرك ما كنت هتدخل مطش نجيريا تعمل أداء كويس. ليه؟ لأن التأليف اللي بيتألف في التشتكيل بتاع الفرقة ما يخلكش تعمل أداء كويس. أقول لك يا كابتل معلش. وبليل برضو. والنهاردة عبدالله كان بيلعب ايه؟ جنب محمد صلاح. جنب محمد صلاح؟ كان بيلعبونجليفت. يقول لك جنب محمد صلاح. لا بس محمد بيلعب. طب والنهاردة أقول لي. لا أنا بس عايز أعرف النهاردة تحديدا بجد. هو عبدالله كان بيلعب ايه؟ بجد ولا أسنة. أصدك تقول دوره ايه؟ أو دوره ايه؟ لأن أنا أعادت طول المطش. على فكرة. أنا أنا مش حاسل مع عبدالله برضو. خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة. لأنه في ناس بتقول لك عبدالله. طب هو أنا أولا. طب ألعب عبدالله بس قدامي الاتنين. و بعدين بقى أشوفهم. اللي هو مركزه للحقيقي الأصلي. لكن أنت بتلعبه. أنا شايف عبدالله بيلعب على الخط. راحت الشمال. جديد يا جماعة الموضوع ده أنا معرفوش. فالوحيد اللي بيعرف عبدالله لعب إيه؟ هو المدرب كروش. ده الوحيد اللي عارف. لكن إحنا مش هنعرف لأنه هو ما بيلعبش في حتة. أنا مش شايف. علشان كده أنا بقولك التأليف. نرد حتة تأليفة كده لازم يعملها. يعني أنت بتدي لمحمد شريف بعد مصطفى محمد. أي مدرب بيصنى في اللعيبة ويرقامهم عنده في البطولة. مثلا مصطفى محمد المهاجم رقم واحد. لأنه لعب المطش الأولاني. ولعب المطش الثاني ولعب المطش الثالث. فالرقم اتنين اللي بعده سين من الناس. كان محمد شريف. تمام؟ حسنا. مصطفى طيلاعي. فروض محمد ينزل. المطش الثالث انت اديت لشريف الأولاني وديته الثاني أجزاء قليلة. لكن المطش الثالث ايه الفكرة؟ ان تدي مروانه ما تديش للشريف. يعني حاجة يعني هو لازم يعرف انه اللعيبة العرب والمصريين. ودي كان واجب انه يتكلموا معاها الإدارات الاتحاد والمساعدين. تكلموا احنا غير الأوروبيين. الأوروبيين لما بترقموهم بترقموهم بفلوسهم. بمعنى ان ده بياخد مئة مليون. لو نزل لو قعد والتاني لعب وجاب سبعين جن. أبو مئة مليون هيلعب. احنا متفقين. لكن انت دلوقتي محمد شريف دلوقتي احساسه كالعيب ايه. لو انت احتاجته افرد مصطفى محمد لقدر الله جاله كورونا. او شد. بعيد عنه يعني طب. بعيد عنه لقدر الله. مين اللي هيلعب رقم اثنين ولا رقم ثلاثة. انت لغ بطهنا هنا. هو مصنف يا كابتن؟ لا هو مصنف ولا اي حاجة. ماشا الله يعني. هل هو مصنف اللعيبة؟ يعني النهاردة مثلا زي ما اسلام بيقول بتلعب اصلا بعبد الله السعيد. انا معند مشكلة انا معنديش مشكلة في عبد الله. انا بتكلم بشكل عاغ. حل انت اصلا عندك طريقة لعب واضحة. ما عنديش طريقة لعب واضحة. 4-3-3 ولا 4-3-2-1 ولا 4-2-3-1? لا يا 4-3-3. طريقة طبعية. انا النهاردة غيرت الطريقة. صح؟ لأ ملعبش. لا. ما انت ما تقولش 4-3-3 وتحط عبد الله السعيد في الملعب. معهو 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 يعني يعني بتضحك علينا احنا كمشاهدين الوحيد انا وجد نظر ولا انت كاكروش بتضحك على نفسك يعني انا النهاردة الكواليت بتاعت اللعيبة وامكاناته وقدراته هي اللي هي اللي أنا وانا قاعد بتفرج بقول النهاردة الرجل بيلعب كذا صح؟ صح؟ ده طبيعي يعني ده طبيعي ما ينفعش تقول لي عبدالله سواء لعب وينج طب هلت لعب وينج ازاي؟ استحالة يعني مش في قاموس قورة الحاج والله والله النهاردة عبدالله كل استلاماته من بره لأنه عبدالله الرتم بتاعه هو رتم استلام في الحتة الميتة جوه فوس الملعب اللي هي ما بين المهاجمين وبين نص الملعب دي الحتة بس هم قفلينها كبتن كويس انهاردة سودان قفلها كويس لا انا اتكلم عبدالله متواجد فيها هيستلم كتير لما صلاح اتحرك فيها وتعاملت له كرة الوحيدة اللي عملها عبدالله صح؟ لما صلاح اتحرك صح وكان واقف عبدالله صح وكرة تحت رجله صح عملها لمحمد صح وبس اتواقف اتغلقه احنا نرجع لحاجة مهمة المنتخب والنادي مدرب المنتخب ومدرب النادي مدرب المنتخب المدرب اللي بيبع عنده القماشة كبيرة فبيفرد طريقة لعبه على القماشة بتاعت بلد انت بتكلم عندك مثلا 300 400 لعيب بتنقي منهم على طريقة لعبك لكن في الوقت اللي في النادي انت بتعندك لعيبة فبتعمل الطريق على قماشتك على لعبتك بس لكن هو الرجل ده مجنني في حاجة انك انت حتى لما لعبت البطولة العربية المفترض انت بتعد للبطولة الافريقية انا ما شفتش اهداف البطولة العربية اتعاملوا في البطولة افريقية لا يا كابتن اهدف ايه؟ هي اللعيبة اللعبت في بطولة العربية؟ لأ طبعا بالتالي مش بروفا يعني دي مش بروفا لما نيجي نقول البطولة العربية كانت بروفا لأن اللعيبة مش هي اللعيبة خالص ومش أساسي لا مش أساسي يعني لعب منعم وحجازي كمان عبد المنعم عبد الواحد وعمر كمان عبد الواحد وعمر لو لا إصابة أكرمت وفي مكانش هيبقى موجود بشكل أساسي حتى المبرال اللي فات بموراة نيجيريا يعني محمد عبد المنعم هو اللعب رايت باك فالنهاردة إسلام هو الراجل يعني بياخدنا في حتة مختلفة تماما يعني هو مش مش محسسك مش محسسك أنت أو أنت قعب تتفرج هو عايز يعمل إيه؟ يعني النهاردة في البطولة العربية أنت رايح بتكتشف اللعيبة ولا بروفا بالنسبة لك بتأهل نفسك لبطولة أفريقيا ولا أنت رايح تعمل إيه فيها بالظبط ولا رايح تقضي واجب هناك فواضح أن أنت لا اكتشفت اللعيبة تمام؟ لأن أنت ما عندكش حد ما جبتش حد يعني حتى يعني اللعيبة اللي ظهرت بشكل كويس في البطولة العربية ما تمش اختيارها في بعض اللعيبة يعني شالها خلاص من القايمة مش موجود تمام؟ فأنت كراجل أنت كمدير فني المفترض أني عندك استراتيجية بتشتغل عليها وأهداف بتشتغل عليها الأهداف بتاعته غير مرئية بالنسبة لنا على الإطلاق يعني هل الأهداف اللي أنت تشتغل عليك كاكيروش؟ أن أنت تصنع جيل لمنتخب مصر يأخذ بطولة بعد كده؟ هل هي دي؟ لو دي إحنا مش فيناش حد من اللي أنت جربتوهم واشتغلوا معاك بشكل كويس في البطولة العربية مش موجودين في بطولة دي رقهم واحدة كبا في نقطة لعباكيرا اللي هم اتعقدوا معاه قالوا له إحنا مش هنحاسبك قالوا على كسل علىك يعني دي معناها إيه؟ معناها أن أنت عندك أربع شهور سؤال مطرحوا عليكم بس في نقطة بس مهمة ما هم فعل مش هحاسبوه ما هم مشوا أنا في سؤال هترحه عليكم وتقولوا لي هو المدرب بيبان شغله بعد قدي إيه وقت المفترض؟ أنت اللي تقولين؟ ست شهور على الأقل أربع شهور لو منتخب بيبقى ست سبع شهور أو سنة لو نادي بيبقى من ثلاث لأربع شهور علشان عنده مباريات كتير تمام؟ أنت الراجل ده جيه عندك أربع خمس شهور أنت جايك بتقول لنا يعني أنت بتحب بلدنا أكتر مننا يعني أنت جاي أعمل لك وجيل بس أنا أقول لك ده سلك الأجانب الأجانب بيعمله إيه؟ لما يتكلم معاك على هدف يعمل عنصر آخر يساعده أنه هو يطول معاك بمعنى أنك أنت قلت له في شهر ثلاثة هتنتهي ألقتنا بك لو مرحناش كاس العالم فهو حب أنه هو يوريك أنه بيعمل لك جيل كمصر علشان لما لقدر الله يحصل إخفاك يقول لك إيه؟ يقول لك لأ نخليه كمّل المشروع اللي عامله لكن الكلام ده مش هينفع معاني يعني أنت التسويف يعني أصدق يعني هو بيبص لأبعض مقطة ممكنة بطالة عربية لا مش بتاعتي طب إفريق يقول لأ ما تفادش عليها تمام؟ نحن رفين يا جماعة في كاس العالم كاس العالم والله ليس ما خدش فرصتي لأ وأنا بعمل لكم جيل جديد هو بقى بيفكر هو اللي بيقول كده يا كابتن جيل جديد أنا بقول لك اللعيبة اللي كانت موجودة معاه حتى اللعيبة اللي تقلقت معاه في البطولة العربية أحمد رفاق مش موجودة أصلاً مش موجودة في الليست أساساً بتاعت البطولة الإفريقية مش موجودة أصلاً تمام؟ إزاي ما أخدش طريق عامل في الوقت ده فبطولة زي بطولة أفريقية في طريق لعبه في طريق لعبه في طريق لعبه شفت القوة كابتن مش هنتكلم على طارق خليك في مجدي أفشاً النهاردة إنت مثلاً عندك حمدي وعندك السلية وعندك النيني ثلاثة هايلين الحقيقة بصراحة يعني ما تحسش أن فيه بغياب طارق مثلاً حامل إنما النهاردة لما تبقى أنت في وقت ملاقوات النهاردة بتشتغل بلعيب صانع ألعاب ويبقى عبدالله بس السعيد هو الوحيد اللي موجود عندك ولما تغيره تغير طريقة اللعب يبقى أنت في حاجة في حاجة في الفكر مش مظبوطة يعني في حاجة في فكر كنت مش مظبوطة النهاردة أنا محتاج أكثر في بعض الأوقات يبقى محتاج واحد زي عبدالله كده البليميكر بس الجاهز اللي عنده سرعات اللي قدر يشتغل عبدالله برضو يعني غريبة بجدًا برضو يعني بصراحة معرفش أنا بشوف إنه هو يعني ليه المدرب دايما بيبقى وممكن برضو الكابتن عادلي يقول لنا لأنه طب ما نلعب زيزو زيزو أفضل حد يقدر يجيب اللي هو الطريقة اللي هو عايز يلعب بيه صح طبعا السلية هو بيعافر يعيني يمين وشمال لكن زيزو هو الوحيد أقرب واحد من المجموعة اللي موجودة يقدر يلعب في المكان طب ما تلعب و تجربه دا كلام مظبوط و أسرع العيب و بينزل يعمل لك أداء كويسة و بينزل يعمل لك أداء كويسة و عنده شيخصائي مورد نجريا قدم مورد كويسة أه لعبد نجريا العمل نقلة نوعية في الماتش يا كابتن شوال جرون في نجريا عمل نقلة نوعية و عنده سرعاته لكن عبقرية كروش لما نزل واحد بيعمل كروس طلعا مصطفى ومنزل هلأ أنا هقول لك نهاردة كان مصطفى موجودة احترمنا يا سلام عاشل الحراس المرمى وانا حرس مرمى بس تفكير حرس مرمى اغت بالك هو ايه يعني لا الناس اه انت بترد علي قبل ما رأس لا لا يعني خد بالك موضوع وابلال بيصير موضوع انه هل المدرب لما يكون حرس مرمى يبقى مدرب كويس انا اقول لك اكبر نمازج اللي كانت موجودة بادو زكي ما نجحش نجح كبير زوف ما نجحش نجح كبير مع ايطاليا دي حقيقة مشيل بردوم ما نجحش اللي في الدول العربية الخالجية مع الشباب السعودي خد دوري بس وبعدين مع اكسير في فرنسا ما نجحش نجح كبير فانا من وجهة نظري اني مدرب الحراس ما بقاش عنده ملكة المدربين اللي هم بيبقوا باكنوش نجح نجح فين نجح مع كولومبيا سوري مع ايران خد شبطولة مع ايران لا وصل كاس عالي اربع مرات ثلاث مرات ثلاث مراتين مع ايران ومراتين مع كولومبيا اعتقد او مع هو وصل كاس العالم مراتين ولكن انا اربع مرات بس ايران بتوصل يعني بشكل ايران بتوصل من بادري بتوصل من زمن لا 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 ده هو مراح كان مزيق وبعدين ما هو كان مدرب مساعد مع عليكس فرجسون في منشستر يونايت كان مدرب او مدير فني لريال مدريد وبالتالي يعني تم تكلمني على الشرط الجزائي بتاعه الاول مانجهش مع مدريد لا مانجهني عن شرط الجزائي الاول قاني شرط الجزائي اللي هو حطه ما هو الحاجة عامر حسين انا سامعه النهاردة ولا مبارح بيقولك انا مين قال ان انا قلت ان في شرط الجزائي 42 مليون لا احنا عوزين والله هي دي حاجة تخفى على الجميع انك انت تجيد عقده قال لك لا لك العقد ان محد الشاف وتقول قادي العقد بتاع كروش يا جماعة هو حد الشاف هو عايب شاف على مجل ما شعيب والله لا مش عايب طبعا بصوات قول ان محد الشافه محد الشاف ايه العقد على فكرة انا بتكلم بجد والله مش بحاجة ما هو انا عاوج جاء العقد بستخابين يعني العقد موجود مع مين طبعا اسلام موجود معه لا هو تقريبا قالي الوحيد اللي حقه او شاف او كده المهندس خالد درندلي لكن دي على فكرة دي تصريحات شاف ايه شاف العقد انا حاكيبلكم التصريحات يا جماعة ما هو ايو بس العقد بلك العقود بتاعت المدربين بالذات بتاعت المنتخبات مش من الاسرار اللي هي بتاعت 50 سنة عشان تكشف اسرار يعني دولة لا ده اسرار عادية خالص يعني انت بتتكلم على مدرب بياخد كذا وبياخد كذا وبياخد كذا وبياخد كذا انت يعني المفترض ده مش نادي يا كابتن ده متخب يعني على المفروض يبالعادة على مرأة ومسمع الجميع لا والاندية دايما الاندية دايما بتخش تحت لو لو نادي خاص او نادي نشتبع الدولة فده ليه حسابه الخاص لكن ده دولة انت بتتكلم لا ده لازم يجو معروف يعني احنا تكلمنا لو فاكرين احنا تكلمنا في انه ايه مدرب مصري ولا مدرب أجنبي وبنتكلم على المدربين بياخدوا المدرب الأجنبي بيجي اخد كتير حاجة عامر حسين ايلي لم اتكلم عن الشرط الجزائي لكارلوس كيروش لاني لم اراه بس انا بقولك انا بقولك انا شفت الراجل ده مش يجال بالعقد ده لانه ساعتها لما كان كان مين اللي بيتعقد معاه اولا كانوا عاوزين كانوا عاوزين يتخلصوا من حسام البدري بأسرع وقت فكانوا عايزين يجيبوا مدرب سريع فالراجل ده عمل معاهم اللي هو عايزه بدليل بدليل انه مفيش دولة زي دولة زي مصر اقوى دورة في افريقيا دولة في افريقيا في كرة القدم دي حقيقة بالارقام و مرشحة واقوى دورة عربية بالتالي في كرة القدم المفروض في منتخبها بالارقام انك انت تيجي تقولي عندي بطولة عربية وبطولة افريقية انا مليش لازمة فيهم او مش اخدهم احنا مش بلد قليلة ولا صغيرة انك انت تيجينا علشان تلعب على كس العلم بس لا تم احنا لازم تلعب على جميع البطولات وكل المراحل تشتغل فيها كويس فهم كانوا حابوا ان هما يتخلصوا من حسام البدر دي واضحة تماما من احمد مجاد وعايز اقولك حاجة انا كابتن ما عليش بقى واضحك انا سمعت التصريحة اسمعوش انت سمعت فنجادة نفس فنجادة بيقولك فنجادة عرفته ام عميد او عرفش سمعته موضوع مين تعاخد مين تعاخد مع كروش وتعاخده مع كروش فنجادة ده كمان مشكلة كبيرة المفترض ان هو من ضمن الناس اللي بترشح مدير فن المنتخب الاول انا اعتقد يعني المفروض دي ده مية في المية الحاجة الوحيدة الراجل طلع تصريحة كابتن قالك انا ما عرفش مين تعاققته مع ازاي ما عرفش ده فاهم هو الصراحة اشتغل واكتهد في عقد واحد بس اللي هو لما عقده لا لما قالك احنا يعني لما قاله احنا ماشينا الكابتن شوء غريب اما رجع الكابتن شوء ومعدين رجعنا شوء غريب هو مرجعش هم عارف عارف في زمان القضايا مثلا ايه يلبس هل ده القرار ده لبسه فن جادة بمعنى انه فن جادة هو اللي قال فاحنا بنسمع كلام فن جادة طب ده الراجل المنتخب الاول انتو مجيبتوش على طالما انتو جايبينه بقالك انا طالع قالك هو مين اللي جاب الراجل ده ايو لا صح ما قالك كده مبارح او اللي مبارح برده ايوه انا سمعت بقى من اللي جايبه ايوه قالك قالك انا معرفش مين تعاقد مع 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 لأ ده قالك مين تعاقد مع كالوس كيروش ومعرفش مين ماشي حسام البدري اه لم يتخذ رأي بالزبط لم يتخذ رأي في موضوع الكابتن حسام البدري يعني يعني الموضوع الصراحة احنا تب ما نرجع للكرة تريعش انا كده هنتوه اه نرجع لانتعبنا اه هارمنا لكن بلال برضو خلينا نروح لناحية ايجابية شوية انت بتحب الاجابية تاستيح بس الحياة انت مش لايه حاجة تقول انا عمال افكر وانا بسأل انا بقول لك ايه اقول ايه ايجابية فعمال اروح واجي عشان نروح لبلا ايجابية 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 لا ما هو قادم لا القادم اصدنا هتلاحب يا جماعة ما هو برضو خلينا نتكلم بمنطقية انت المباراة اللي جاية هتلاحب كوندفوار يا الجزائر يا غينيا او سيراليون او سيراليون خلاص الاربع منتخبات يعني ترتبهم جزائر كوندفوار زي بعض او يمكن جزائر افضل شوية على رغم نامة وغينيا وسيراليون برضو قريبين منهم شوية وبالتالي انت هتلاعب منتخب من اربع منتخبات قوي جد صح فبالتالي لازم نروح لمنطقة تانية غير الشكل اللي قد نعب به صح بصراحة بص هو طبعا التأهل ده يعني حاجة يعني طبعا ايه ترمي بالكلم في الإيجابيات فده ده شيء جيد طبعا والمفروض ان هو امر طبيعي منتخب مصر بايتها هندور الستاشر من اربعة وعشرين فرقة افريقية ده وضع طبيعي وده الحجم وقيمته اسمه ومكانة مصر وعندك لعيبة قيمتها اكبر بكتير جدا مين النهاردة لما تيجي تسأله في الشارع المصري تقول له لو مصر لعبة كوديفور او الجزائر انت تتوقع نتيجة كام يعني بنسبة 80% هتلاقي ناس بتقولك لا الجزائر او كوديفور يكسبوا لأداء نفسه احنا محتاجين وانحنا جماعة قلنا قبل كده محتاج وانت بتكسب تعمل أداء جيد يعني ما فعش النهاردة انت الشرط الاول بتأدي بشكل كويس الشرط التاني انت ملكش تواجد في الثمانتاشر انت بلال حتى كمان قلت كلمة مهمة جدا على المنتخب الجزائر انه هو بعد مباراته الأخيرة حتى مباراته الأولى الأمام سنليون اللي اتعادل فيها والمبارات الثانية اللي اتغلب فيها الاعلام الجزائري مش يعني شايفين انهم عملوا مباريات جيد جيد فده معنى الكلام انت بتقوله بالمنازم طبعا طبعا فرقة مدعى تمن اهداف حقيقية تمانية لا هي فرقة متكملة فرقة قوية متكملة بدنيا جاهزين جدا فرقة قدراتها عالية جدا جدا على فكرة الجزائر بكرة لو كسبت وغنية تعدت التلاتة هسعدوا انت متخلق التلاتة هسعدوا هاي بقى أربعة نقطة أربعة نقطة هاي بقى أحسن فانت برضو هتخش في حتة ان انت هتلاقي فرقة من الفرقة القوية برضو مش القليلة غنية على فكرة غنية سفرة كويس عندهم راس حرب هايل عندهم واحد ونصف ملعب لعيب هايل جدا وعندهم الاتنين باكرايت يعني فرقة عندها برضو امكانيات كويسة وفرقة قوية بدنيا عندها قوة بدنيا وعندها سرعة برضو بتلعب على هجمات المرتدة السريعة بشكل كويس جدا جدا وأتيح الثوم في مبارات الجزائر تلات فرص كانوا محققين للأهداف سجلوا من وعدة ماشا كبسين كابتن ماهو برضو ملب على الفرقتين لا لا هو بيدافع اللي بيدافع برضو لا بيدافع بيدافع كل جاي أنا بشطها زي ما تطور أنا فريد كورة هعاني ماشي صح أنا فريد دفاع بس الأمر بالنسبة لي هو بجيد مش كده كابتن لا ومش جيده بس لا هو في حاجة عزا قولها لك في الحتة بتاعت المحة الدفاعية انت المساحات في الملاعب الكويسة انت تعرف تتحرك وتعرف تعمل وتعرف تعمل وتعرف تعمل والحاجات دي كلها ده الحركة مع الكورة عشان بتقلل ثواني من الباص بمعنى ايه أنا لو بلعب في ملعب جاي فبتقلل من سرعتك كمان مع الباص لما بيروح لك وبلما بيروح لك أنا باخد أجزاء من الثانية استلم علشان أسلم ثاني فأنا بديك الباص وبعد ما بديك الباص بتفضل تسند فيه بالعافية فبيبقى فيه ضغط فتلاقي حتى لو انت شفت عدد اللعب جوه المباراة في التسعين دي مش هتلاقي كورة جوه الملعب خمسة وتلاتين لاربعين دي هو الطبيعي هو في أفريقيا خمسة أربعين بس في الدورة الإنجليزي اللي بيبقى جوه الملعب بيلعبه حوالي خمسة وخمسين دي أو الباقي كله برا الملعب لكن في الطريقة الملعب ده هي لو الجزائر لعبت أي فرقة أنا من وجه في ملعب كويس أصدقى في ملعب كويس في المعادل كلها عشان كلامك يعني أأكد على كلامك يا جزائر فازت ليه على في كاس الأمم الأفريقية الأخيرة في مصر عشان ملعب عشان ملعب أفضل الناس كلها كانوا بتقول كده أفضل تنظيم لكاس أمم أفريقية في تاريخ كاس الأمم الأفريقية كانت تنظيم خلي بالك دفتالة أربعة شهور أنا برضو قبل بس ما سبت حضراتكم لأنه مهم جدا الموضوع ده بالنسبة لي مهم جدا حضراتكم كنتوا نجوم في كرة القدم ويما شفتوا أجيال ولقابتوا مع أجيال مختلفة أنتوا في الملعب أي جيل بتاعكم ما كانش فيه أي أو في كرة القدم في العالم كلها بيش اتنين بيتخنقوا مع بعض في الملعب لازم تحسن طبيعي جدا فيش مشكلة بس فيه ثوابت لكن بتحصل مش خروج عن النص بس تبقى في خناية طبعا في خلافات طبعا بشر بشر وضغوط بشر وضغوط ده كان مهم جدا عشان برضو أنا من مبارح للنهاردة الحقيقة قال لك أصل وليد سليمان وياسر إبراهيم مسكوا ببعد وعملوا ببعد طبيعي طبعا نحن نتخلق كل حاجة وزيبس زي ما حضراتكم بتقولوا أنه فيه ثوابت دايما وفي الآخر لمدير الكرة يعمل اللي هو شايفه صح أو يتناسب مع الموقف اللي هو شافه صحيح صح بس ده طبيعي يعني أنا عايز أوصله حضراتكم أعبتوا كرة القدم كرة عبارة عن التحامات يعني أنا بلتحم مع إسلام أنا مش بلتحم معك عشان قطر أزيك ده هي أنا عايز ألعب فأعز أورد المدرب أنا كويس دي حلاوة كرة القدم فورد وإنت بتلتحم يعني عارف يعني غصبة عنك تخبط في رجلو تيجي مثلا خبطة جامدة يقع فانت ساعتها رد الفعل ممكن في ساعتها لأن انت بتبقى منفعل يبقى صعب شواش في ساعتها لكن الأمر خلاص شكرا خلاص كل سنة خليني يا كابتن أقول لك على الناحية الفنية في حتة المشاكل دي انت لما بتبقى تيم كرة عندك قط اللبس مهمة جدا عند المدرب طبع بنقول عليها قط اللبس دي بتحصل انتبطوا الحاجة دي نسبة الخلاف لما تعمل نسبة خلاف يعني آخر خلاف كان حصل في النادل آلي من 6 شهور 7 شهور وبيحصل بعد 6 شهور هنا تلاقي ده أمر الطبيعي عارف الطبيعي ما يبقاش طبيعي إمتى لما انت عندك كل يومين كل 3 ايام أو كل أسبوع أو حصلت 3-4 مرات في 3 مباريات متتالية انت فاهمني فتقدر تقول دي فيه ظاهرة يبقى فيه تسيب هنا لازم نأخذ نتخذ موقف يترسب مع الموضوع لكن لما بتبقى كل 6 شهور حاجة تانية برضو حاجة صغيرة كده انت الخلاف بين من ومين يعني هل 2 رسل حربة يعني واحد مدافع وعد مواجب يعني الموضوع واضح برابع عليك الله بين يرفز بالزبط يعني لأنا عايز أقول بالموضوع يعني ده لأنا عايز أقول كابت إنه أصلا ما فيش واضح إنه خلاف داخل الملح داخل الملح وحب يرقص واحد رقص واحد لأن أنت بتكلم في أوليد سليمان يعني وينج وياسر ستوبر خلاص مساك فالموضوع بعيد تماما يعني ما فيش أي علامة بس أحبيت أسأل في النقطة أنت بس على النس سريط الموضوع ده كتير لي دائما الحاجة اللي تتعكر وهي بيضة دائما بتبان قوي بمعنى إيه بمعنى لو أنت عندك مشاكل دائمة ما كانش حد تتكلم فيها هذا العادي لكن ده ما بتصدق أنك تجيب حاجة على المكان الملتزم اللي عنده اللي هو الحتة بتاعت اللند بطائية والحاجات دي كلها وإحنا طول عمرنا بنحس إحنا غاية دلوقتي إحنا بطلين كرة لما بنقعد مع الأكبر مننا وبنقعد مع الأصغر مننا بتلاقي الاحترام ماشي زي ما هو حتى في الملعب طيب أخيرا أنا جابت أن المنتخب المصري لو لاعب منتخب غينيا الاستوائية هيصل على حسب الملعب ده منه الملعب لو كويس ملعب كويس الأرضية الملعب لو لاعبنا جزائر أو كوتيبور لا جزائر أو كوتيبور لا لا أعتقدش هيبقى صعب غينيا يبقى نتفاق غينيا غينيا نسبة 70-30 لينة لمين لينة غينيا غينيا هم نقول هاو 70-32 هاو 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 الجزائر العكس لا أنا بقول 50-50 عمرنا 60-40 60-40 جزائر أنا معك وكوتيبور نفس نفس بس أنا معك في الجزائر يا رجل دعالهم يلا ما نشوف اللي حيحصل يا عفوما متفنى يا رب ولكي اشتركت في المسابقة نحنا بنعملها بتاعت خانات الأهل عشان تسافروا لمنتري تتفرجوا على الماتش انت بس يا كابتن معنا لازم اشترك لازم اشترك معنا هناخوة من السابح الساحب وانت بقى اشتركتش أنا هطلع بغير اشترك نورت وشرفت يا كابتن العهد نورت وشرفت يا كابتن بلاد شكرا جزيلا للنجمين الكابرين هطلع فاصل وبعد الفاصل هستقبل الأستاذ محمد أبو العلا طبعا التضمن الاجتماعي خلاص هناخدنا على الفقرة دي كل اسبوع يوم اربع كل يوم اربع دايما بيبقى معنا الأستاذ محمد أبو العلا علشان يسحب لنا من سيكون الفائز الثالث اللي حيطلع مع قناة النادي الأهلي علشان يتفرج على مباراة الأهلي ومنتري بعد هذا الفاصل هنعرف من هو الفائز الثالث أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين فقرة الأهلي في المنديال أو مصابقة الأهلي في المنديال دائما كل يوم اربع بيكون معنا الأستاذ محمد أبو العلا من وزارة التضمن الاجتماعي علشان يسحب من سيكون الفائز الثالث الأسبوع الثالث على التوالي خناة الأهلي هتصفر حد إن شاء الله شنطة الصفر معنا بشنطة صفرك على الإمارات إن شاء الله لمشاهدة المباراة الأولى خليني أرحب الأستاذ محمد أبو العلا زكا أستاذنا حيشني الأربع اللي فات ما شفتكش رغا تضمع الناس بقت بتتفائل بيك الحمد لله دي حاجة كويسة دي حاجة كويسة يا رب يكون وش حلو عليهم يا رب دايما إن شاء الله هنبدأ طبعا زي ما حضراتكم متعودين مننا كل يوم أربع يكون معنا سؤال السؤال طبعا السابق كان أفضل مركز وصله النادي الأهلي في منديال الأندية والإجابة طبعا زي ما حضراتكم كانت الإجابة الثالثة المركز الثالث الإجابة كانت رقم واحد الأول الإجابة رقم اثنين الثاني الإجابة رقم ثلاثة الثالث وهي الإجابة الصحيحة خلينا بقى نشوف السؤال محمد تفضل بسم الله كالعادة من سيكون الفائز التالت من خلال السؤال محمد بقى يقعد يلف وينزل ويطلع كالعادة يعني نحافظين يا السؤال محمد ننزل بقى وبعدين نطلع تاني وعشان نبقى ايه في النص دايما تفضل يا سوز محمد لا اديها واحدة كمان بقى طالبها ما جاتش على طولي بقى اديها واحدة كمان جات خلاص اخر اربع ارقام تسعة سبعة زيرو سبعة اذا الفائز معنا النهاردة حيكون اخر اربع ارقام تسعة سبعة زيرو سبعة تصلونا بيها الشباب علشان نعلنوا انه سيكون الفائز التالت معنا في مسابقة الاهلي في المونديال علشان ان شاء الله يتفرج معنا على اولى المباريات النادي الاهلي بيلاقي نادي مونديال المكسيكي ان شاء الله يكون معنا كده بشنطة سفره ويطلع معنا روح بص يا سيد محمد كالعادة دايما الرقم اللي جاء لسيد محمد حط ايده عليه تسعة سبعة سفر سبعة اذا رقم تسعة سبعة سفر سبعة يلا الشباب اتصلوا لنا بيه ثلاث مرات ما نفعش ان شرسوس محمد ممكن يجي يقبل تاني بتتصلها شباب ولا ايه بس لما نفعش هنحول معا تاني بره احنا با ايه ده؟ لما نفعش هنحول معا تاني بره خلي الرجل يكسب يعني الرجل يكسب فائز التالت ان شاء الله من مسابقة الاهلي في المنديال لمباراة الاهلي ومنتيري المكسيكي هيكون معانا ان شاء الله فائز تالت استاذ محمود محمد نادي استاذ محمود رد استاذ محمود استاذ محمود محمود نادي ألف مبروكة استاذ محمود الله يبارك فيك كب يعني طبعا سعداء وان حضرتك كسبت معانا انت الفائز التالت ان شاء الله هيكون معانا في مباراة الاهلي ومنتيري رحت مباراة تبل كده استاذ محمود والله قد تأخر مرة قد هنا في القائرة يعني سنة أهلي وترقي أهلي وترقي ده إمتى؟ من حوالي مدك بيانا حوالي عشر سنين كده يا ربي لديك الصلاح أنت كم سنة؟ لا ده أنا صغير عندي 31 سنة لسه يعني أنت مشجع أهلاوي بعد أنت محب الأهلي جدا يعني متجوز ولا لا؟ متزوج ها عندك أولاد؟ معي مروان محمد توأم ومعي حور ربنا يخلهم لك بس تبعد شكلهم صغيرين يعني لسه آه عنده خمس سنين كده آه يعني مش هيلحقوا يسافروا معاك على فكرة أنا مش هنتفع لك بس هنتفع لك أنت بس مش هنتفع للولايات لأ طبعا سعداء جدا وألف ألف مبروكة أستاذ محمود وإن شاء الله يعني جدا والله نعم أنا فرحان جدا اللي حرجوا تكلمني والله وإن أنا أكتب في المتابعة لا ألف مبروكة حبيبي وإن شاء الله تطلع معنا وتبقى رحلة جميلة ونشوف نتفرق كلنا مع بعض حضرتك واثنين متسابقين اللي كانوا في الأسبوعين اللي فاتوا إن شاء الله الأسبوع القادم حيكون الأسبوع الأخير في هذه المسابقة وكان عادة زي ما حضراتكم متعودين مننا هنقول لحضراتكم حالا على أنا بشكرك يا أستاذ محمود ألف مبروك معنا أشكرين جدا يا أستاذ محمود ألف مبروك خليك بقى على التليفون علشان ياخدوا كل البيانات بتاعت حضرتك ألف مبروك الفائز التالت كده بقى عندنا تلت فائزين زي ما قلت لحضراتكم إن شاء الله يوم الأربع القادم هو آخر يوم آخر يوم أو آخر متسابق حيسافر معنا إن شاء الله إلى الإمارات لمشاهدة مباراة النادي الأهلي ونادي منتيري المكسيكي سؤال الأسبوع القادم لو جاهز سامير طب تفضل من هو المدرب الأكثر مشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية الإجابة رقم واحد منويل جوزي الإجابة رقم اثنين بيتسو موسيماني الإجابة رقم ثلاثة مارتينيول من هو المدرب الأكثر مشاركة مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية الإجابة رقم واحد منويل جوزي الإجابة رقم اثنين موسيماني الإجابة رقم ثلاثة مارتينيول ثلاث إجابات زي ما حضراتكم عارفين بقى عرفتوا الدنيا ماشية إزاي حضرتك تختار أحد الثلاث إجابات اللي موجودة الإجابة رقم واحد الإجابة رقم اثنين أو الإجابة رقم ثلاثة الإجابة اللي هتبعتها تبعتها على الأرقام سبعتاشر خمسة وتسعين من أي تليفون محمول أو رسالة على أيضا سبعتاشر خمسة وتسعين أو تتصل من أي خط أرضي على سفر تسعمية تسعة خمسمية وتسجل إجابتك الإجابة الصحيحة دايما إن شاء الله تكون سعيد الحظ ويكون المتسابق الرابع والأخير لحيكون معانا إن شاء الله في الإمارات شكرا جدا أستاذ محمد شكرا جزيلا شكرا جزيلا الأستاذ محمد أبو العيلة طبعا من نزارة التضامن الاجتماعي دايما بيكون معانا كل يوم أربع حيكون معانا إن شاء الله يوم الأربع القادم أيضا لسحب المتسابق الرابع خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل حنستكمل حلقتنا والفقرة الأخيرة النهاردة حيكون معايا الكابتن أحمد الحنفي والكابتن قيشو الاثنين حيكونوا معايا بعد هذا الفاصل حنتكلم عن كأس الأمة الأفريقية وعلى النادي الأهلي ولكن بعد هذا الفاصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى وإيشو والحنفي في البيت الكبير دايما كل أسبوع بيكونوا معانا علشان نتكلم أكتر عن كأس الأمم الأفريقية وعن النادي الأهلي طبعا كالعادة يعني دايما بيكون معانا نادي الأهلي حاضرا في كل شيء إزاك حنفي إزاك كابتن أبو كله كويس الحمد لله إزاك إيشو كله كويس الحمد لله الأول موليني رأيكم في مستوى أداء منتخبنا في الثلاث مباريات بقى بشكل عام أبدأ بك حنفي بشكل عام يا كابتن المنتخب ما قدمش الأداء المنتظر منه واللي كنا متوقعينه قبل البطولة المنتخب في مطش ناجيريا قدم أداء سيء جدا ما عملناش أي حاجة تقريبا ما روحناش المطش ناجيريا كنا مساهلين عليها الجيم في كل حاجة روحنا مطش غينية بساو ما ظهرناش برضو بالشكل اللي كان المفروض نظهر بيقى قدام فريق خبروتهم محدودة جدا في البطولة سبع مباريات اللي شاركهم غينية بساو في البطولة كلها وتعادل مطشين ده تاريخه في البطولة كلها فأداءنا ما كانش هو المنتظر قدام غينية بساو بس بدأنا ناخد الصقة شوية بفوز يمكن كان صعب شوية حتى جينا مطش السودان الشروط الأول قدمنا مطش فوق المتوسط الشروط الثاني ما كانش أفضل حاجة برضو ولكن المجمل مش ده الأداء المنتظر من منتخب مصر كنا مستنين أداء أقوى من كده من منتخب مصر طبقا للفريق اللي موجود معنا والإمكانات اللي موجودة مع منتخب مصر طيب نحن كنا مستنين أصلا أن منتخب مصر يمشي بنفس السيناريو منتخب ناجيريا يعني منتخب ناجيريا هو اللي أخذ العامة الكاملة يعني هو منتخب اللي حيض لغد وقت في قم أفريقيا اللي أخذ العامة الكاملة بالتالي إحنا كنا عايزين كده إحنا الجيل ده بالأسماء الموجودة أكيد هو لا يقارم بجيل الزهبي لكنه مازال من الأفضل في قم أفريقيا الحالية بالتالي أنت لو بدأت أساساً أمام نيجيريا بشكل جيد وحتى تعادلت حتى كسرت المباراة حتى التعادل كانت هيديك حتى أفضلية نفسية من مورترين جائين لكن للأسف أنت يعني إحنا ممكن نقول كده إحنا أصلاً نركبنا نيجير البطولة دي نيجيريا بعد الفوز علينا بقى عندها حافظ قوي جداً أنها تأخذ العلامة الكاملة كأول فريق وتبعاً أصلاً غير ما هيكون الوحيد أصلاً لأخذ العلامة الكاملة بالتالي إحنا إستاذ في السيناريو ده يعني إحنا أداءنا قدام النهارده نيجيري كسب طبعاً مراحة كذا لعيب وكسبوا بسهولة جداً لكن إحنا أمام السودان اللي هو مع كامل احترام الأشركاء طبعاً لكنه منتخب يعني حكس بينه أصلاً خمسة قبل كده فإحنا متكلم فنياً إحنا قدام فريق يعني سهل فنياً لكن إحنا كسبناه برضو بالعافية بالتالي إنت هل ديعت النهارده أفضل الحياة ديعت هي عموماً بطولة يا كابتن خارج التوقعات يعني كل المنتخبات الكبيرة بتعاني في البطولة في كان الكاميرون 2021 الجزائر بتعاني سنغال لعبة ثلاث ماتشات فشلت أنها تسجل غير في أول ماتشة قدام زمبابوي في الدياة 93 من ضرب الجزائر المغرب إلى حد ما هي اللي ممكن نقول المنتخب الكبير هو ونجيريا والكاميرون اللي قادرين يواجبوا شوية الظروف اللي بيعشر المنتخبات في الكاميرون الظروف صعبة خلينا نكون متفكين على هذا ملعب أجواء إمكانيات موجودة فنادي دي صعبة فدي مخليها البطولة شوية المنتخبات الكبيرة مش قادرة تواكب دوت مش قادرة تكون في المستوى المنتظر منه سنغال مستوى مفاجئ بالنسبة لي جزائر هكذا منتخب مصر هكذا كل منتخبات أو غانا طلعت أغلب المنتخبات اللي كان منتظر منها أداء كبير لحد دلوقتي هي مراحلش الكن طيب إيش لو جنا نبص على منتخبنا الوطني في المرحلة الأولى لو اخترت لعبي بقى أفضل لعب هيكون مين لا يوجد أي لعب أنا لا أريد أن أختار الاختيار مع كامل إحترام الجميع أنا لا أقنعني أنه لا أختار الشيناوي إذا كان لدينا ماتش نيجيريا لا يعني ما هو عيب مثل عيب النهاردة أننا قدام السودان وأنه طلع رجل مباراة أحمد حجازي كان لدينا فقط استخلاص تلكيك فني يعني هذا بالنسبة لي أنت تلكيك لكي تخترج المباراة لكن فعليا نحن لا يوجد لعب كده فرود اللعب كده مميز جدا لفت الأنظار أنت النهاردة المباراة كل عمال تتكلم من يطار أحسن لعب يعني أنا أصلا أنا أمش مقتنم بصراحة يعني أنا أمش بقلم من أحمد حجازي هو الفكر أصلا أصلا أو أكيد رقميا هو عمل بس ما فيه مميز مرعب لا الشناو مستوى يعني من رأيي أنا هو فعلا أحسن لعب في الثلاث ماتشات كمجمل الشناو في ماتش ناجيريا أنقذة من نتيجة كبيرة جدا جدا كنا ممكن نخسرها الشناو في ماتش غينية بساوشيال واحدة في ديئة واحد وتسعين صعبة جدا صعبة جدا حاسمة حاسمة الشناو النهاردة برضو قدام السودان بيشو الواحدة برضو صعبة اللقطات اللي هي بيكون مؤثرة في توقتات صعبة دي بتعلي السهم بتاع الشناوي بالإضافة في لعب آخر عجبني جدا مستويه عمر السلية عمر السلية في البطولة دي للبطولة التانية على التواني مع مطقق مصر بعد بطولة العرب بيثبت أن هو عنده بيثبت أن هو عنده إضافات قوية السلية لعب في مركزين في البطولة دي يلعب ستة في ستة من اللعبة اللي أنا بحس أنه عنده عبقرية في فكرة الدفاع دايما بيستغل المساحات اللي الخصم عايزها هو ممكن يكون على مستوى للتحامات مش أفضل واحد في نص الملعب بس فكرة أنه هو بيستغل المساحات اللي الخصم عايزها دي مبدع فيه عمر السلية وده زكأ منه في مركز ستة أما بيزيد في مركز ثمانية بيكون لي مساندات هجومية مهمة جدا شفناها في ماتش غينية بساو وعمل أسست لمحمد صلوح فعمر السلية لا فعليا هو لعب مستوى تاني جدا في نص الملعب مع منطقة مصر سواء دفاعيا أو هجوميا وبيؤكد فعليا أنه هو تطور على المستوى الشخصية وعلى مستوى الفنيات في الملعب دي تاني كتولة لعمر السلية مع منطقة مصر على الأقل أنا بيثبت لي أن عمر السلية من ثلاث مواسم مفيش لعب في خط وسط في مصر تقدر تقرنه بيه عندما تطور العمر السلية أنه هو أصلا رقم ثمانية مبهر جدا يعني هو أكيد طبعا هو قدم المطلوب منه في مركز ستة بس أنت دوقتي يعني ماتش اللي فات هو عمل أسست بتاع محمد صلوح فأنت دوقتي لي تحطه النهاردة بيبدأ بيه مركز ستة هو اللي بين عمر عبدالله السعيد وإنني لأنت مقتنع وعلى أنت واخد أصلا مع حملي فتح يعني هو مع أكيد حملي فتح هو مركز ستة وتخلي السلية وعلى هو عشان إنني بس مغادر هو محترف هو خلاص يلعب ومحترف لا هو الفكرة برضو فكرة إن هو بيستخدم السلية ستة لإني هو في عدم وجود حملي فتح في التشكيلة اللي بيبتدي بها أساسي التاني ماتش النهاردة مفيش لعب في التلاتة اللي موجودين يلعب ستة أحسن من عمر السلية لزبط؟ عمر السلية هو أفضل واحد فيهم في تمانية وأفضل واحد فيهم في ستة لإني عمر السلية في مركز ستة فعليا بيعرف يستغل المساحات هو بيتكلف في نقطة تانية إنت عندك ستة أساساً عندك ستة أساساً يتقصد تمانية في الحالة دي هيلعب بحمدي في حالة وجود حمدي أهو ممكن يكون عشان أقرب للهجوم وجهة نزلي يعني في الحالة دي هيلعب بحمدي لو لعب بحمدي فهو عمر السلية ووجوده تمانية لكن أنا بشوف عدم وجود حمدي فتح في الملعب والتركيبة اللي بيلعب بها دلوقت اللي هي عمر السلية ومحمد النني وعبدالله السعيد للأسف الشديد هو فيش حد فيهم غير يلعب ستة وتصد فيه غير عمر السلية ده وجهة نظري تمانية إضافاته قوية جداً بس هو الفكرة أن يفيش حد في التلاتة دول بيلعب ستة غير عمر عمر هو اللعب الزكي اللي تقدر تعتمد عليه في ستة وتبقى متطمن في المساحات لو شفت الجون الأول بتاع ناجيريا اللي دخل فينا ماتش ناجيريا عمر السلية مكادش موجود في أرض الملعب مفيش ضغط بنص الملعب على اللعب اللي أخذ الكورة التانية اني واخد مساحة مش بتاعته وحمدي فاتحي كان لسه كان بيعمل تخطيئة عكسية كان لسه مرجعشي دي كوميتر عمر السلية لو شفنا أكتر من حالة النهاردة والماتش اللي فات عمر السلية لقى ستة زكي بيعرف ياخد أماكن هو بيبقى عارف ان دي أماكن مهمة للخصم ودي نقطة مهمة قوي وتمانية كان أصلاً يعني هو مركز الثمانية كان هناك قرر النهاردة هدفه في يعني هو الهدف للنهاردة كورة التالت فوق العرضة دي كان حظه بس كده طلعت فوق يدب يعني بقل من يارضة يعني فهو أنا أتمنى بصراحة وجود حمدي فاتحي فصلاً أصلاً يعني أنت اعتمدت على حمدي فاتحي في أصعب مباراة في المجموعات اعتمدت عليه في ماتش ناجيريا فليه أنت تيجي في ماتشيني الأسهل منه وما تعتمدش عليه يعني أنت أصلاً عندك ستة باعترافك أنت هو الأتقل في المركز ده لما أنت تكون مضغوط اعتمدت عليه فما تعتمد عليه وخلي السولية تمانية في مركزه الأساسي السولية هو اللي بيحرك اللعب يعني إحنا طيب وعند نتكلم طبعاً عندي أرقام مباراة مصر والسودان برضو مصر 13 13 ركنية المصر والسودان 3 محاولات مصر 11 منهم 4 بين الثلاث خشبات والسودان 8 بينهم 2 بين الثلاث خشبات الـ XG الأهداف المتوقع المنتخب مصر 41 من 10 والسودان 82 من 10 الاستحواز 61 لمصر و39 للسودان عرضيات 32 مصر منهم 10 بشكل صحيح والسودان 11 ولا واحدة بشكل صحيح المراوغات 28 منهم 15 بشكل صحيح لمصر 17 مراوغة منهم 10 للسودان بشكل صحيح تمام أرقام جيدة الحقيقة للمنتخب المصري الأرقام جيدة بس ما أنا أقول لك لما تقلنا حدك بمراض بس لداتي الواقعي أنا بحب الأرقام بما أنك بتتكلم عن الأرقام يبقى ما ينفعش نجد بالفعل هذا أحشي أحشي يعني بس ما ينفعش نقول نقول حاجة مختلفة حتى لو هي صح في أحسن من كده بس دي أحسن من كده طبعا بس دي أحسن ماتش قدمه منتخب المصري في أمم أفريقا هل ممكن يكون أن المعسكر طول شوية ولا أنا دايما بشوفها كده النهاردة الماتش الاستحواز من أكبر الماتشات أو من أكثر الماتشات انت خدت معاك فيها استحواز أكثر من نيجيريا أو أكثر من غينيا احنا وصلنا في وقت في الشوت الأول لـ 75% استحواز دي برضو نقطة إيجابية أن المنتخب كان بيستخلص الكرة بسرعة ونجرد ما بيفقدها في الشوت الأول كروش ما عملش حاجة جديدة أو ما حاولش أنه يبتكر حاجة الفكرة كلها أنه عمل بكتوبزكس رجع لأول فكرة كلها النهاردة كان بيلعب تمانية المفروض جنب عمر السلائل هو تمانية شمالة وأنا معاك أن نزيزه فعليا في المكان ده ممكن يكون أفضل أو ممكن تلعب بحمد فتحي ستة وتلعب بالسلائل هو تمانية شمالة لا أريد أرقام كان يلعب في الملعب هو بالنسبة لوجهة نظر كروش تمانية بدأ بتمانية جمع عمر السلائل هو تمانية هو بمالي هو كده هو عبدالله تمانية في مركز يعني أربعة تلاتة تلاتة فهو من السلاسي في خط الوسط ده هو تمانية المية ناحية الشمال ده مركز توصيفه الملعب هي ما تيجي ما نقول ما تيجي في مثلا في وجهة نظر واحدة اللي احنا في أول بطولة كنا بنعاني من وجهات نظر كتير برضو نفس الكلام محمد شريف أنا مش قادر أفهم ليه محمد شريف ما بنحاولش ان احنا نستفيد منه هنحتاج شريف أنا بقول للمستر كروش هنحتاج شريف شريف مهاجم مهم جدا في المساحات الواسعة ما تفكر تلعب كرة على الأرض هتحتاج محمد شريف مصطفى محمد إيجابي أكتر في فكرة ما تكون بتلعب عرضية ولكن محمد شريف أما تكون عايز تلعب كرة على الأرض شريف ممكن تستفيد منه وعلى الأقل شريف خيار تاني معك النهاردة شوف كاميرا النهاردة شوف نمره المباراتين السابقتين هل ممكن المدير الفني يغير خياره من المبارات التانية؟ مش عارف هل هو كان يجرب مثلا شريف الماتش اللي فاته وبيتجرب مره المرش بس الفكرة انه معاه مهاجم هو عارف إمكانياته ايه وعارف بيضيف ايه في الملعب وعارف هو ممكن يستخدمه قامت فأنا مستغرب مش عارف ليه شريف بعيد عجبني جدا برده كابتن محمد عمينعم محمد عمينعم عامل ممكن ظهر في أول ماتش مكان أكرم توفيه باك يمين ظلم مستر كروش ظلم محمد عمينعم في المركز ده لاني محمد عمينعم سنتر باك ما بيلعبش باك يمين خالص ورغم كده عجبني عجبني فكرة انه ما بيحاولش يعمل حاجة أكبر من إمكانياته محمد عمينعم النهاردة وفي ماتش برضه غنيا بيساو مدافع هادي هادي عنده قدرة دايما انه يطلع بالكورة بشكل هادي في التحامات وممكن دي أركام محمد عمينعم استخلص الكورة 14 مرة ما فقدش الكورة ولا مرة استلم الكورة 27 مرة بنسبة 100% وبعد كده اللي هو تمريرات صحيحة 42 بنسبة 100% ومحاولات على المرمى واحدة وسجل هدف فمحمد عمينعم عجبني عجبني سقطه في نفسه عجبني انه دايما واخب باله من المهاجم اللي قدامه سايب المساحة الكافية انه هو يقدر يتعامل معاه التحامات الهوائية جيدة جدا النهاردة استخلص التحام هوائي اعتراضاته التحامات على الأرض جيدة برضه مدافع مبشر جدا جدا ان شاء الله بإذن الله يكون تدعيم قوي للنادي الأهلي بإذن الله يشو محمد صلاح النهاردة انا شفته بشكل يعني اقل من المباراتين حتى حكي فيه كرة في العرضة يعني ممكن يقول اقدم اقل من المباراتين في البطولة دي بس يعني لكن المباراتي كان هدى فيه ميز باس شوية الرجل بيفخد الكرة كذا مرة يعني الكرات اللي معاه ما كانش فيه يعني محمد صلاح عنده نظر محمد صلاح عمل محاولتين عرضيات عشرة منهم اثنين باس صحيحة الباس 34 باس منهم 41 في الممية باس صحيح استلام الكرة 44 مرة استلام الكرة صح 43 منهم مروغات 8 منهم 3 باس صحيح فطبعا فقد الكرة في 5 من المرات استخداص الكرة 3 مرات وفقد 20 مرات فطبعا هو ارقامه مفوما انه يخبر الكرة كتير باعتبار انه اصلا جناح فعنده احتكالك اصلا في الشوك القامل كتير لكن وبرضه مش ده صلاح بتاع لفربول احنا عايزين صلاح اللي هو من افضل عابل العالم حاليا وده كلام فيفا مشكلام نحن يعني بالتالي صلاح مقدمش لسه كل اللي عنده واحنا هنا برضو صلاح مقدم اللي عنده انت يتوفر له اللعبة التي تبصيله انت تبصيله الكرة في المساحة المزبوطة وانت تلاقي اصلا معها مهاجم يعني انا برضو ارجع نقطة مهاجم معيش عشان عندي تحقيب عليها نقطة محمد شريف محمد شريف انت واغده وانت تنزله في ديئة 90 في مقرات نيجيريا يعني ايه تغيير في ديئة 90 انا مش فاهم ازاي انت تغير وتنزل مهاجم في ديئة 90 انت مغلوب انا 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 وانت تعمل الكالت اللي هو مهاجم الغريب اللي بيحصل والفكرة انه محمد شريف اصلا مش فكرة انت بتجربه انت عارف شريف شريف جايلك هدف الدوري هدف أفريكا انت عارف شريف وعارف امكانياته ايه وعارف ويضيف ايه لو انت عارف انه هيضيف لك شيء في الجيم فانت تدينه وقت يقدر يلعب وينزل ياخذ انا اهم المهاجمين الموجودين في افريقيا وفي مصر ففكرة انك بتبعده تماما عن الملعب انا مش مقتنع بيها ولو هو مقتنع بيها ممكن يكون عندي وجهة نظر مش عارف يا صح ولا غلط بس من المهاجم البديل لمصطفى مصطفى احمد على فكرة نهارده كنش كويس يعني كنا دايما مندفع ان سيب مصطفى طالما زيز بيحاول انا حاسه بيحاول والله النهارده صلاح كان بيظهر كتير بيتحرك بين الخطوك كتير فكرة انه فقد الكرة كتير فكرة انه حاول على المرمى مرتين في مرة الحارس تصدى لها وفي مرة حصل بلوك من الدفاع بس صلاح بيحاول صلاح كله مطش دايما كابتن بتلاقي اي فريق بنقابله اي منتخب بنقابله صلاح مقفول تماما تلاقي الباك لازق لصلاح والجناح بيديله مسندات دفاعية وفي حد من نص الملعب بيسحب نفسه مع صلاح فهو صلاح دايما بيتعامل عليه بلوك ولكن صلاح خليه نقول المطش ده افضل المطش اللي قابله وافضل المطش نجاري اتمنى ان نشوفه في المطش اللي جاي على الافضل وهو ده المهم بالنسبة لنا احمد حجازي ما هو ده المستقرب اصلا ارقام حجازي اوكي ارقام يعني اكيد هو الافضل رقميا لو احنا هنتكلم بالارقام يعني الارقام الاستخلاصات وممكن نعرضها مع بعض يعني ارقام حجازي استخلاص الكورة 21 مرة 2 تاكلنج 7 اعتراض بلوك 2 التحم هوائي 10 مرات تغطية باستخلاص فما فقدش كورة اول مرة استلم الكورة 28 مرة 100% بشكل صحيح الباص 46 100% صحيح الاخطاء خطأ واحد فطبعا ارقامه مميزة لكن انا مش عايز مبارادي زي دي قدام وانتخب السودان يكون هو افضل لعب عندك هو المدافع فاصلا فيش اختبارات حقيقية لي انت مسلا مشو عمال يطلع كورات بالعرضية كتير وفيش كورات مسلا بلوكات كتير لكن احنا منتظرين في ماتش زي ده ان يكون افضل لعب عندك جناح مهاجم خاصة مع كم العرضيات جتير جدا دي انت منتظر ان انت تلاقي مهاجم يحول العرضيات دي لاهداف يعني نحنا كنا بنقول ان احنا عايزين مستقى محمد كمهاجم اناسي عسيان هو عنده ميزة في العرضيات عن محمد شريف محمد شريف مش مميز في العرضيات او في القراط الرقصية فبالتالي انت حجة وجود مستقى محمد على حساب محمد شريف القراط الهوائي ما اجدتش فيها يبقى انا اتمنى اشوف محمد شريف بشكل اكتر الفترة الجاية يعني احنا عايزين ماتشات اللي جادي وماتشات صعبة اصلا فعايزين مهاجم اللي يخلص يعني ملاش دايما حتة عقدة اللي هو الاحتراف انا محباش يعني هو راجل عشان خواجة فهو دايما عندي عقدة خواجة برضو عايز اي حد محترف يعني اني تحطه عشان ما ينفعش انت مثلا تطلع وتخلي مثلا السلية وتكون معها مثلا حمدي فتحة فلا لا انت شوف الافضل في مركزه وانت نجرب بقى انت ماشيح ستوصل دور 16 وعلى نوصل لأكتر فريق في القرى وصل نهائيات وصل نص نهائي ده طبيعي نص نهائي تريد تقول بقى اوالله احنا ممكن نوصل نهائي ولا هنعمل سعب بطولة لكن هو التأهل وانت خايفين من المتصدر من واحد تانية مجموعة الخمسة يعني احنا نفكر فيها الجزائر طبعا لو الجزائر اللي هنلاحب الجزائر او كودفور او رأيك ايه مص كيروشا كابتن شكله كان عارف حيكا يعني الرجل دوت تختار كده نهائي كأنه حس انه ممكن سرياليون او غانيا لسوائيا سبحان الله سبحان الله تحسن التوالد لو تصدر احسن هتلاحب نجيل هتلاحب احسن توالد فهده مناشنا قابل الجزائر بمنتال امان فكرة انك تطلعت قابل الجزائر الجزائر لو صعدت من دور المجموعات هتمثل قوة كبيرة الجزائر منتخب محترم طبعا الجزائر لازال عنده فعليا اقوى سكواد عنده مدرب قوي جدا فريق بعتبره لو صعد هو المرشح الاول للبطولة الجزائر في مطش جزر الامر او سوري في مطش سرياليون قدمت مطش قوي جدا وصلت كتير ولكن غني لسوية في ضغط كبير قوي على اللعيبة ففي بدلك قدام المرمى يعني لو جينا نبص على في مطش سرياليون الجزائر وصل استحوازها الـ 65% عرضيات 26 والباص ده سرياليون مطش الاول والباص 430 الدربات الروكنية 10 والمحاولات 19 18 منهم من 3 خشبات الـ XG وصل كابتن لي 22 وسبعة من عشرة فبيروح بيروح بس في سوق توفيق قدام الجون سوق توفيق كبير جدا وفي ضغط عليهم فكرة انه هو داخلين انتو المرشح الاول انتو المفروض المنتخب الـ 35 واش انتو مظبوط كل حط ضغط علي الجزائر فريق جزائر كمجمل لأ منتخب قوي جدا انا اخش اننا نواجه بصراح مجموعة كل الوقت عنده فرصة يكون اول مع الجزائر تفوز فالفرقة التانية تتعادل فبرض يكون في احتمالية ان الجزائر تكون مركز اول كوتيفور كمان اربع نقاط فكل عنده فرصة للمركز الاول والمركز الاول اللي احنا هنلعبه فطبعا اكيد لو صعوبة او حساسية المواجهات اكيد عندنا الجزائر مش عايزين واجهها مش عشان خوفا من المنتخب الجزائر هو اكيد منتخب محترم بس حتة الدربي حساسية مواجهة مغرب تونس جزائر هم نفسهم بردو بقلو منها هم اصلا مش عايزين اطلع اول بردو يعني لو بقديهم اطلع اول عشان بردو ما يجوناش بدري كده لكن طبعا اكيد كودي بوار اكيد هكون يعني بردو احنا بردو يعني تاريخين كبان عليهم بردو عليهم شوية بردو ما بقاش احنا يعني احنا شايلين هم المواجهة دي من حيث العبء الفني انت هتقابل يعني احضاشر وخلاص ما انتش عندك الخوف من ان ده منتخب عربي يكون بقى في التحفير وكلام احنا نتمنى ايش غنيا الاستوائية خلينا في غنيا احنا نتمنى الجزيرة تكسب كوديووار 1-0 غنيا تكسب سيراليون ونقابل غنيا غنيا اول نقابل غنيا دف غنيا الاستوائية برضو احصايات كبيرة للجزائر بيوصل بس مشكلته قدام الجون هو عنده فعلا مشكلة ورغم النجاح الاسلام سليماني رياد محرز يوسف البلايلي عنده اسماقة كبيرة في الشرك الهجومي بس فيه فعلا ضغط على العيبة للعيبة لو كذب كوديوووار وصعد دور 16 هتشوف منتخب مختلف تماما في النتائج منتخب مختلف تماما هتشوف منتخب مختلف تماما ساعة 6 انشاء الله انشاء الله هم حظين قبلوا المتش الصعب نظريا في آخر الجولة احنا عبدنا بالعكس المفترض المتش حدد صدارة دلوقتي يحدد منها صعب بالزبط بالزبط اشتركوا على النادي الاهلي ووجودوا في كأس الرابطة وتعادل النادي الاهلي مع الجونة وتعادل النادي الاهلي مع الاسماعيلي بتقريبا قطاع النشئين كاملا ممثلا في كل اللاعبين باستثناء عسام حسن محمد محمود المعبود مش بلاعب واصل نعم المعبود مش بلاعب بشكل اساس اكتما على المقايادين في الفريق الاول وبالتالي مكاسب عديدة جدا الحقيقة كسبها النادي الاهلي وبالمناسبة طبعا انا بشكر كل الجمهور اللي كان بيتكلم على حلقة كابتل خالد بيبو رئيس قطاع النشئين مبارح والحلقة الحلقة الحقيقة كان اهم حاجة فيها كل جمهور مصر والنادي الاهلي يعرف كيفية التعامل مع قطاع النشئين عشان نشوف المطشين دول اللعبة دي بتلعب ازاي قدام حضراتكم في المطشين دول ما كانش همي اوي ان انا اتكلم عن المطشين اكتر من ان اهمي خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا والتعب بتاع من اول الكابتن القائد الحقيقة كابتن محمود الخطيب ثم لجنة التخطيط ثم الادارة التنفيذية المتمثلة طبعا في الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع النشئين زي ما حضراتكم شفتم بارح الكلام كان عامل ازاي فانا الحقيقة مساجز كتيرة جدا وتليفونات كتيرة على بشكور لكن في النهاية ده دورنا ان احنا نوري لحضراتكم ايه اللي بيحصل في النادي الاهلي وكيفية التخطيط مش حاجة دخلة كده ودلوقتي احنا عندنا في النادي الاهلي في القطاع النشئين بالمناسبة ودي معلومة انا عرفتها من كابتن خالد مبارح انه انت لو عايز تعرف ايشو مثلا ده كان لعب ناشئ تحت 18 سنة ولا 17 سنة بيعمل ايه خد ده وتدوس تخش تشوف تعرف كل حاجة فبالتالي لا دراسة والامور مش جاية كده من احنا ايه يلا نلعب بشوية ناشئين عشان عندنا شوية ناس تعبنين فنلعب بشوية ناشئين لا في دراسة وصلتنا لها كابتن مسلمان كان بيروح اصلا يشوف المشادي بنفسه طبعا طبعا قطاع الناشئين فترة لفاتف جانا وكننا عارفين الكلام ده فهو طبعا يعني المباراتين دول يعني كشفونا نحن عندنا قطاع ناشئين ومستقبل كويس جدا نادي الاهلي يعني هيساعدونا جدا في البطولة دي اصلا ده مكسبها يعني مكسبوا البطولة دي احنا اصلا نصدرنا للناس النادي الاهلي الفكرة ان هو البطولة دي للتجريب انت من تشريح هدفك اوكي الاهلي هدف طبعا يفوز بأي بطولة بس انا هدف هنا ان انا عندي قطاع ناشئين اطلع منه لعيبة حتى لو راحت في الاول طبعا اكيد صعب شوية انت كل لعبة دي تطلع على فريق اول مرة واحدة طبعا ممكن تتروح تلف شوية فالديت الممتاز عشان تاخد الخبرة بتاعت الفريق الاول خبرة بدانية برضو اكيد مثلا اتوقع يعني ماتش اللي جاي هيكون فيه عناصر اساسية اكتر ماتش ده يعني انت مش معقول تلعب ماتشين يعني برضو مهما كان الشباب هم قاب يلعبوا كورة بانتظاموا كلام ده بس يعني الايه الاحتكاك بفرق الفريق الاول بنسبة لمسابات القطاع الفريق الاول طبعا صعبة جدا على الشياء دول فطبعا نتمنى ان احنا نشوف الفترة اللي جاية مش عشان حسابات كسر ربطة لكن عشان اللعب زي افشا احسان الشحات بيرسيتان طاهر وليب ياسد كل اللعبة اللعبة الاساسية يرجعوا عشان ما يجي دوقتي اللعبة عندك بتاعت المنتخب الوطني او حتى منتخب تونس علي معلول كله يندمج مع بعضه بسرعة نبقاش انت رايح على كاس العالم الاندية وانت اصلا اللعبة اصلا مراحة بالاشهر فقال موسيماني قال في الفترة اللي فات المؤتمر الصحفي انه مجبر على التشكيل ده لانه عنده اصابات كثيرة كل الاصابات اما كورونا او بعد كورونا اسمع منك انا مبدايا انا بحيي باتسو موسيماني على فكرة الدفع بالناشئين دي فكرة نكحة جدا لاني هدفك من البطولة دي لو ما كانش انك تحاول تخطط مغربي المدافع المبشر جدا وانتعرف تشوف زياد الجناح اليمين الخامة مبشرة اوي ولا كنت هتشوف خليفة ولا رأفة ولا الناس اللي هنشوف نادي لو ما ماخدش القرار ده فكرة انه يلعب بالناشئين فكرة جيدة جدا البطولة في وقت معايا لعبة دوليين وعندي اصابات كتير فانا بحاول انا شوف لو ما خدوش معاهم اللي استفدتش منهم انا كالنادي الاهلي هتطلعوا معارات هياخدوا خبرة هيرجعوا استفد منهم فهي تجربة مفيدة جدا للنادي الاهلي شفنا فيها خامات مبشرة حطينا قدينا اني عندنا فعلا قطاع ناشئين نقدر في وقت ما نعتمد عليه وناخد منه لعيبة انا عجبني جدا مغربي مغربي مدافع هايل ومشروع مدافع وكواز حي المجموعة بالكامل بالاضافة ان انت بتجاهز بعض اللعيبة اللي هي بقالها فترة ما بتاخدش زي محمد محمود زي حسام حسن زي صلاح محسن اللي راجع من اصابة زي بعض اللعيبة والحقيقة انا في محمد محمود تحديدا مهم جدا لان الناس بتحب محمد وكان بتطالب بوجوده نعم وكان بتطالب بوجوده كانت بتطالب بوجوده ولكن الحقيقة برضو دي رسالة ان محمد يا جماعة بقاله سنتين 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 مصاب والاصابة دي اصابة الصليب دي وترجع وترجع وتجيلك تاني وترجع وتجيلك تاني الله يكون فعوله يعني فخلينا نصبر عليه شوية واحدة واحدة انا بحقيق كابتن على الكلمتين دول لان انا ملاحز في بعض الفئة من الجمهيرة على السوشال ميديا بتنطاق الجزء مثلا ان محمد محمد محمود بقال له سنتين فعلا ملاحبش كورة زي ما حضرتك بقال له سنتين محطش رجله في الملعب دي اول بطولة محمد ياخد فيها او دي اول وقت محمد ياخد فيه مثلا تسعين دي على بعض دي فترة مهمة اوي ان محمد ياخد فيها بالزبط عشان يرجع يتشاف مع المجموعة الاساسية او المجموعة اللي بره المسافرة مع المنتخب او المصاب او كده لازم محتاج خمس ستة محطش كابتن اصلا ان هو كان فيه ناس كتير جدا يعني الاسف بيتلاقهم بينتقدهم كابتن موسيماني على اساس ان هو مش بيشارك ليه محمد محمود فهو الرجل حتى قال بشكل واضح يا جماعة الرجل مش جاهز بدانيا طبعا محمد محمود من لعبة الفنية مش محتاجين كلامي يعني لكنه بدانيا مش جاهز لسا وده وضعه وده وضعه الرجل رجل لسا هو مش بيعد معاه يعني الرجل بالعكس بيحبه جدا هو بيداره فرصة كاملة عشان يستعيد لياقته بس كل ينقص محمد محمود اللياقة البدانية مش اي حاجة تانية بالتالي الناس عشان برضو دايما احنا فيه كده انتقاد اللي هو العكس بالموجود يعني انت مثلا لعبت النشئين ليه ما تلعبش مثلا الاساسيين ليه اي لابد الاساسيين لكن انا عشان شفت لانه محمد الحقيقة من الناس المقربة جدا من جمهور النادي الاهلي وشفت ان بعض من انا شايفهم بعد من لاي يشجع النادي الاهلي الحقيقة هو اللي راح لهذا الابتجاه عشان يسخر الجمهور الاهلي لكن الحقيقة تجاه صعب وظالم لمحمد تجاهل الزبط صعب وظالم خصوصا لكن انا اقدر استنى بعد 5-6 مطشاة اقدر لو وحش هنقول ان هو وحش لو كحس هنقول ان هو كويس زي ما دائما بنكلم لكن في النهاية هو يستحق الحقيقة نحنا نصبر عليه 5-6 مطشاة زي ما عادنا مستنينه سنتين هو فنان خلاني بقى متطفقين وهيل رغم ان هو بدنيا مش جاهز بس محمد الكرة فرجله شكلها مختلف زي انت كريمة بتحب وليد سليمان تتفرج على وليد سليمان كورة متحب تتفرج على كل اللاعبين اللي موجودين الحقيقة لكن انا بتكلم ليلا ان انا شفت على محمد محمود وعلى حسام حسن خليب الكل يومين ثلاثة اللي فاتوا او بعض المباراتين اللي فاتوا ان هم يعني لا خليهم ياخدوا فرصتهم خلوا الشباب ياخد فرصتهم نشئين في وسط اتنين كوبارزة محمد محمود وحسام حسن اعتقد ان سيبقى ليهم دور مهم جدا مع الفريق خلال الفترة اللي جاي حسام حسن من ساعة ما جاء ما لعبش تعريب بالظبط نزول وبيتلاعب من انا عالي دور اول ماتشين اللي يلعبهم تسادي ماتشي في الكاس نزل منه جزء بس وبدو ما يفعش لكم من ماتشات في وسط النشئين خلينا بالظبط انا بس اهم حاجة بالنسبالي دايما عشان الواحد لاعب فانا عارف الدنيا تبقى ماشية زي هناك انه انا بحتاجة ألعب بس احتاجة اخد اول ما هتجيني اللي أقل بدنية هتلاقي الوقفة مختلفة هتلاقي حتى الجنب مختلف هتلاقي التفكير بقى افضل هتلاقي كل حاجة واحسن فلما هياخد 3-4 ماتشات الامور هتختلف تماما ان شاء الله نتمنى لهم يا رب بكل التوفيق وطبعا كالعادة بشكركم على وجودكم معا النهاردة بشكركم حنف بشكركم نعيش ان شاء الله نتقابل قريبا وان شاء الله يبقى منتخبنا كسب في دول 16 يا رب ان شاء الله بشكركم جدا شكرا جدا جزيلا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا زي ما شفتم حضراتكم النهاردة كان المتسابق التالت اللي بيفوز للسفر الى كأس العالم للاندية النادي الاهلي ومنتري مع قناة النادي الاهلي ان شاء الله ثلاثة يام في رحلة في الامارات لمشاهدة المباراة استعدوا هذا الاسبوع زي ما حضراتكم شفتم السؤال من شوية ان شاء الله تجاوبوا وان شاء الله يوم الاربع القادم يكون معنا المتسابق الرابع دمكو اسبوع من النهاردة لغاية يوم الاربع اللي جاي ان شاء الله الاربع اللي جاي يبقى نختار من سيفوز او من سيكون المتسابق الاخير اللي هيكون معنا في كأس العالم للاندية انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله اشوف حضراتكم على خير يوم الحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير